اشتركوا في القناة هو ابن قطاع النشئين بالقلعة الحمراء احد كباتن الفريق الاول بتعدي السنين بسرعة لكنه لسه محتفظ بلياقته وقدرته على قيادة خط دفاع النادي الاهلي فاصعب اللحظات عندته الاصابة شوية بس قادر انه يرجع ان شاء الله يكون احسن من الاول لاننا فعلا اتعودنا منه على التحدي والاسرار والاخلاص والنجاح براحب بضيفي وضفنا في البيت الكبير كابتن سعد سمير صخرد دفاع الاهلي موسيقى 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 محيش موسيقى موسيقى كابتن سعد ازيك منورنا منورك منورنا في البيت الكبير انا حابده اقول سعد سعد يا حياء حبيبا كابتن اهلا بك منورنا طبعا سعد انا طبعا سعد انا بقالي كتير ماشيبتكش موسيقى انت موجود في بيتك في البيت الكبير منورنا ومشرفنا وعندنا كلام كتير اوي عندنا حواديد كتير اوي بس اكيد فريق الاعداد محضر تقرير عليك سعد نشوف تقرير لسعد ونرجع نبدأ حوارنا مع كابتن النادي الاهلي سعد سمير اهد العرضية وقتيرة فرصة هدف هدف اول مش ممكن سعد تدير سمير موسيقى سعد سمير واحد من اللاعبين الذين كتبوا اسماءهم بحروف من ذهب لامع في تاريخ القلعة الحمراء بعد عطاء لا يتوقف واخلاص وتفان منذ اكثر من عشر سنوات ولد سعد سمير في الاول من ابريل عام 1989 وبدأ حياته الرياضية كلاعب العاب قوة قبل ان ينتقل الى فريق الكرة الاول بنادي اتحاد الشرطة الرياضي ويساهم بقوة في صعوده الى دور الدرجة الاولى وهو لم يتخطى السابعة عشرة من عمره بعدها انتقل الى نادي النصر الليبي ليلعب مع فريقه الاول وكان عام 2009 الابرز في صعيد مشواره الرياضي بعدما انتقل الى النادي الاهلي سجل سعد سمير اسمه في قائمة اكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الاهلي بـ 219 مباراة جعلته يحتل المركز الـ 32 في القائمة الذهبية لاكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي ولعب سمير مع الاهلي الى جوار اجيال متعاقبة من اللاعبين وكان احد افراد الفريق الذهبي الذي سيطر على الكرة المصرية والافريقية لعدة سنوات في عصر الداهي البرتغالي مانوين جوزي وخلال مشواره مع المارد الاحمر حصد مع الفريق كل البطولات على الصعيدين المحلي والقاري والعالمي على مدار احد عشر موسما متتالية وارتد شارة قائد الفريق في العديد من المباريات حصل سعد سمير مع النادي الاهلي على سبع عشرة بطولة بواقع ست بطولات دوري ممتاز وبطولتين لدوري ابطال افريقيا ومثلهما في السوبر الافريقي وتوج بكأس مصر مرة وكأس الكونفدرالية مرة بالاضافة الى الفوز خمس مرات بلقب كأس السوبر المصري ونال مع الفريق المركز الرابع في كأس العالمي للاندية عام 2012 سعد راموس يسجل الهدف الرابع سعد سمير مدافع قدير وايضا هداف كبير على الصعيد الدولي يعتبر سعد سمير واحدا من النجوم الذين مثلوا مصر عبر مختلف المنتخبات فقد لعب مع منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي والفراعين الأول الذي ظهر بقميسه لأول مرة في عام 2011 وشارك في كأس الأمم للشباب وكأس العالم للشباب كما شارك في أولمبيادي لندن 2012 وشارك مع المنتخب الأول في خمس عشرة مباراة وشارك في كأس الأمم الإفريقية بيلجابون عام 2017 وكأس العالم بروسيا عام 2018 وبشكل عام شارك سعد سمير في مئة وأربعين مباراة دولية مع جميع المنتخبات سعد سمير حدوتة أهلوية رائعة فهو القائد الثالث في القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية ومن اللاعبين أصحاب الشخصية المميزة فدائما يتمتعوا بروح الفنلة الحمراء من راحب بنجمينا طبعا سعد سمير منوارنا سعد ماشاء الله 17 بطولة والجاي أكتر إن شاء الله بإذن الله ببنوعك يا كبتن السعيد إن أنا موجود مع حضرك طبعا يعني حضرك مدربي وموجودين مع بعض من زمان والسعيد إن أنا موجود مع سهام وموجود في البرنامج وببارك طبعا على الافتتاح وعلى القناة وحاجة جميلة وحاجة مشرفة لي باسم النادي الأهلي والحمد لله يعني 17 بطولة بالتمنى إن شاء الله يزيده كمان وكمان إن شاء الله طب طمين عليك سعد إصابات شايف إنها شوية كتير الفترة اللي فاتت لكن قبل الهواء قلتي لي الحمد لله في آخر مراحل البرنامج التهيلي طمين عليك عزين نتطمن عليك واصل لفيني والله كابتن هاني يعني حضرتك عارف إن في إصابات بتبقى مسؤوليتك كلعيب إصابات العضلية الإصابات اللي فيها شد فيها إجهديات فيها مز وفي إصابات خارج عن الرطار آه يعني في واحد دخل جون مثلا فيك أو أنا مثلا الفجأة لقيت وطر تقطع فدي حاجة بتبقاش لك يدي فيها أو العمليات عموما مش ليك يعني أنت تبقى قد رأيدي أكتر يعني زي متو قال لي ربناش فيه زي محمد محمود أو نيدفيد كله عمليات فتبقى حاجة صعبة شوية لكن الحمد لله ده قضاء وكرة أنت عملت عمليات كتير كتير أنا عارب بالدنيا تبقى صعبة لكن متعودين إن ساعدي دايماً بيرجع متعودين إن ساعدي بيرجع أفضل من الأول طمن الناس عليك أن تواصل فين دلوقتي وإمتى إن شاء الله نشوفك من دمن الناس اللي إن شاء الله يعني تبدأ مباراة يمكن الفترة اللي فاتت أنا كنت هي المشكلة بالنسبة لها نخطي أصابتين طوال واربعة رجعت من إصابة في الرجبة وبعدين لعبت ابتدت ألعب في الدوري وبعدين لعبت في أفريقيا أربع مباريات رابع مباراة جالي قطع فترة كيلس يمكن يومها المباراة دي مستر فيلر قاعد يتكلم معي قبل المباراة يناير قال لي محتاجك الفترة اللي جاي تكون موجود وهتعمد عليك في المباراة الأفريقية طبعا قبل المباراة كنت نفسية مبسوط جدا والراجل كلامه مش كتير يعني ما بيكلمش كتير فمعنى إن هو يعود يتكلم معي ومباراة والماتش ده أنا مكنش عامل في حساب ده أنا هبدأ اللي أنا اتعورت فيه هو دايما بيبين التشكيل قبل الماتش الماتش ده ما بيبينش قبل الماتش بيوم يعني انت بتحس لا بيبقى اه المجموعة معروفة فاليوم ده لغبة الفريتين فانا حاطف اتماغي وبعنا راجع من اصابة طويلة ولعبت تلت ماتشات وارا بعد فأكيد هيهدى عليها شوية في اللعب يعني وفقيت ان هو قعد معي فقط اللبس وقال لي انت أنا محتاجك الفترة اللي جاية وهتمد عليك وي وي وقعد يتكلم معي كويس جدا حتى اللعيب قعدت تقول لي يا ابوك ومش ابوك ده هنرجع من اصابة وبعدين الراجل ما بيتكلمش مع حده فقعدت انا بقى ايه حاسني في حاجة غلط يعني اليوم مش طبية قبل الماتش قبل الماتش قلت الوليد هنالام الماتش ووليد الفرقة الصغيرة دي بتقرفنا اتكلمت مع وليد وديانج ديانج كان عاد معاه في القط فقال لي لما تقلقش وبتاعه ان شاء الله هنكسب وكده وقلت له ميش بس لازم احنا لازم نكسب والماتش مهم بالنسبة لنا والمجموعات نحاول نلمي اه بتحاول تشدهم برده اه فقعدنا لتكلم اول عشر دقيقة جيبنا جون فقلنا الحمد لله يعني الامور هتمشي بتمام وكده وبعد عشر دقيقة اه اه امت انا تعورت في اول ربع ساعة يعني اه فعرفت بقى ان انا قلبي كان مقبود لي يعني دي مني الاصابات حتى المزعجة شوية اه بالنسبة لأي لاعب اه بس انت كلمت مع الاطباء عرفت ان شاء الله ممكن ترجع انت اه انا الحمد لله يعني شغال في الفترة العلاج للطبيعي والتأهيل وان شاء الله قدامي حوالي شهر ونص وارجع انضم للتدريبات مع الفريق برضو في نقطة ان انا مش مقيد الموسم ده لما انا اتصابت كان فيه تنصيق مع الكابتن سايد والكابتن الخطيب ان انا اترفع من القايمة عشان كان كهرباء انضم للفريق فكانوا محتاجين اترفع القايمة المحلية دي نقطة مهمة جدا مساعدة خلي بالك انك انك مجلس ادار يقعد معاك يقول لك انا هشي لك من القايمة عشان كهرباء يخش ويبقى انت اتشلت من القايمة تبقى انت فريق لعب حر اه فانت تتشل من القايمة وعشان الكهرباء يخش تبقى انت فريق لو اي لعب تاني ممكن جدا ان انت فريق ممكن جدا يروح لنادي تاني محدش هيلومك لان هتقول خلاص هو انا حصل موقف الموضوع ده كابتن يعني انا بالنسباني يعني حاجة مشترى مجده هو ده اللي حصل يعني طبعا في البداية الكابتان ساد تكلمني وانا في التاني يوم او تالت يوم العملية وقاللي اطمع علي وكان متابعني وكده وبعدا قاللي الكابتن يعني هو اتكلم مع كابتن كانوا بيفكر ان هو يجي لألمانيا يتطمن علي وكدا يعني بعد العملية فقاللي انا السكت مع الكابتن وゲبتن قال ده إبننا وده من الولادنا وساعد من الناس الرجالة ويحنا يعني هو متفاهم للوضع يعني بالحنب ا last time او حد تاني مان عرفوش كويس ممكن نروح له نقعد معه. فقالت له طبعا يا كابتان انا تحت امر النادي وما فيش اي مشكلة خالص. حتى كابت سيد مش بيقول لي هنشيلك من القايمة. بيقول لي احنا بنفكر نعمل كده. فانت هل انت يعني مرحب بالموضوع ولا انت هتبقى مدينة. استعبده ولا اه. بياخد رأيك كمان. اه. فحتى نفسيا كنت انا طبعا بشكره على شعوره وانه هو بيخيرني. فقالت له كده كابتان مصلحة النادي في الوقت ده الاولى. ان انا لسه بقدامي من 6 ل 9 شهور. ك مصلحة النادي الاولى. وده مش مش عارات يعني. ده واقع. انا هعط فترة طويلة. فالنادي استفد بالمكان يعني. فده اللي حصل له. وبعدين اه. كلمني الكابتان سيد على الموضوع ده. وبعدين اه. فعلا كهرباء داخل في القايمة. حتى انا هزرت مع الكابتان سيد بعدها. قلت له كابتان تبقى داخل في القايمة وتوقف تمام ما تشاط. دخلونا انا. كنت استفدوا بي انا احسن يعني. لا موقف انا با انا بحتملت جدا. اه هنا بقى في وحفة بقى. طبعا يعني. لان انت. الايام دي بنسمع ايه. الايام اللي فاتت. اصل ما فيش حاجة اسمها ان في الاهل بيوقع على بياض. او في اي نادي تاني. وده اللي حصل. ده بقى هو. يعني مثال حي. للي وقع على بياض في النادي الاهلي. مع ان يعني تم رفعه من القايمة. تم رفعه من القايمة. معناها ان انت لعيب حر زي ما كابتان قال. فحكي لي بقى الكواليس دي يا سعده اكتر. يعني انت مقلقتش. انت عندك اصابة. يعني شوية قاعدتك شوية. يعني. ايه اللي حصل? يعني ايه كانت الكواليس? كابتان خطيب كلمك انا عارفة صح? كلمنا او. كان في مكلمة بينك وبين كابتان خطيب مهمة جدا. احكي لنا عليها برضو. هو كابتان خطيب طبعا اه في عنده الجانب الانسائب المهم جدا انه هو دايما المصابين. بصراحة ما بيسيبناش يعني. هو شخصيا بيكلمنا بتطمن علينا وصلت له ايه? اه طب المرحلة دي اه حاسين بايه? عنده سنس اه لعيب كورة. اه طبعا. عنده سنس ان لعيب لاصابة ولما بيكون لعيب كورة يعني لما بيكون نجم بحجم الكابت الخطيب اسطورة كبيرة اه قروية. وغير ان هو رئيس النادي بتاعك. فالناحيتين بيفرق معك نفسيا ومعنويا. طبعا. يعني الكابت الخطيب اي لعيب او اي حد مش عشان هو رئيس النادي بس انت اي حد بيبقى نفسه يشوفه يتصور معي يتكلم معي يسلم عليه. اه. دي اسطورة بتاعة الكورة المصرية يعني ده معروف. فلما هو بيكلمك وبتطمن عليك اجي دي انت بتبقى معنويا موضوع ب بيفرق معيك الموضوع بيبقى نفسيا بتحس ان الرئيس النادي بيدعمك. اه. يعني الفترة فاتت كابتن كلمني تطمن اخبارك ايه. هو كان حريص يقول لي ما تستعجلش. اللي سوى واطرة كلاس دي مسهلة. محتاجة ان انت تاخد وقتك في العلاج الطبيعي. فطبعا هو عنده احساس الاب ان هو بيبقى دول ولاده وهو ان هو بيدعمهم. فطبعا بنشكره بالنيابة عن زمال المصابين. يوم عملية متولي كان موجود في العملية. على طول تمن على كريم ومحمد محمود. فدي معنويا بتفرق لدرجة كبيرة معنا يعني. فالنقطة التانية ان انا فعلا كنت اه العقد لما لما كان اه بتاعي لترفعتها مقايمة كنت انا فري. وكان اه حصل ان انا المفروض كنت تمضي على العقد جديد. والظروف حصلت الفترة دي. اه كان حصل اه كزا موضوع في النادي وكان فيه عندنا مباريات وضغط وكده. وبعد ان الكابتن سيد كان عنده اه كان فيه زرفة عنده محدش كان يعرفه وكان مرض اخوه. كان اخوه كان مريض الفترة دي. وآآآآآآآآآآآآآآآآ كان فيه بعض يعني انشغال. ده اول سنة صاح? نتكلم على اول السنة يناير. آآآآآآآآ. فانا كان مفروض احمر على عقد جديد لان وانا ما كنتش عارف ان انا لعب حر. اصلا. يعني انا ما كنتش عارف اصلا كان تنعيني ان انا ما. انت مش في دماغ انت انت خلاص انا انا عارف. انا عارف القويز انك في دماغ حتى لعب حر مش حر. انت خلاص لنموجود في نادي الايان. آآآآآآآآآآآآآآآآآآ عرفت طبعا وبعدين كلمني use Yaxa Head وكلمني أمير توفية ومدير التعاقدات في النادي وقالوا لي علشان حضر العقد القديم دات لغا 와 نحتاج نعمل عقد جديد فكان vorstellen We들川OM student The wise father Durè mentioned the competence initiative لإدارة كنلا أعطيت عقد بعمل مذاulty فتتكلمت مع النادي و ταيريت وتعود طولها هنا جيدا لك أنا they is A. Zoe ولأت unserem job V List فاشوف إله وكل طلبتك مراك بعمل ملادين فأنا كان معيا العود منضية أنا مضيت العود في البيت وروحت سلمتها ليكابتن سيد يعني أنا ديته العود وهو وأمير وبعدين العود كانت فاضي يعني هو إدك العقد خدته البيت مضيت بدون حتى ما تبص على البند وكانتش فيها حاجة في العقد فاضي والعقد فاضي فسلمته لكابتن سيد هو كابتن سيد يعني هو استغر من الموقف حتى أمير ان يعني مضيت على بيض. اه ان محدش بيعمل كده ان مضيته العقدة وهو اتكلم الكابتن وحاكله على الوضع فقال له ده ابننا ومن ولادنا وحتى كابت سيد موجود يعني ما بقولش كلام. لا ده حقيقة يعني مش عمي. بس وبعدين بعد كده بقى النادي اه وخلي بالك يا كابتن هاني احنا يعني انت في اوقات مسلا نادي بقولك انت احنا عايزيناك تجدد سيبك الموقف بتاعي. فانت بتقول تمام يا كابتن حاجة بقى بقى سعيد وبعدين ميزة ان النادي بيجي وتكلمك قبل نهاية عقدك بسنة بسنة ونص. انا طول عمري مسلا النادي يجي تكلمني قبل نهاية العقدة بسنة بسنة ونص. فانت بتقول امسوط من جواك ان النادي بيتكلمك على تجديد عقدك يعني. فبتمضي العقد وبعدين بتسلمه لمدير الكورة. يعني في حالات كتير بتحصل كده. ممكن بعد شهر شهرين تبتدي تتكلم في تفاصيل المادية بتاعتك. لان في ناس بتقول مسلا ده ما بيحصلش. بس ده بيحصل. يعني. يعني. لان الناس الوقتي انت وانت اكيد الفترة اللي فاتت شفت الشوشرة شوية. وهرجعلك في النقطة دي انت بتتعامل ازاي كواحد من كباتن الفرقة داخل الداخل النادي بتتعامل مع القصة دي ازاي? والجزء التاني بتأكد للناس ان اه في ناس بتقول ما الموضوع بقى موضوع احتراف. وان من حق اللعيب انه يقعد يقول انا عايز بدل الواحد عايز عشرة. لا لغاية دلوقتي موجود في النادي الاهلي ان في لعيبة بيجي لها العقد وبتمضيه وبعدها بتلات شهور ممكن يععد. بس هو يعني بيدي خلاص انا كده كده موجود في النادي الاهلي معاكو. النقاش على الكام وده بيبقى لاحقا وبيتم. يعني اكد على الكلام ده لان الناس بتقول الكلام ده ما بحصلش. هو هو زي ما حضرتك بتقول لك كابتن هاني هو طبعا الاحتراف موجود. ومش عايب ان اللعيب يطلب بحقه. بحقيقة. وهو مش طبيعي ان اللعيب يمضي على بيوت برضو. ده في الزمن ده مش طبيعي. اه طبعا مش طبيعي. اه طبعا مش طبيعي. ما تقدرش ما تقدرش تلوم لعيب مش عايز يمضي على بيوت. ده. لكن هي قصة اه هي قصة ان احنا كان فيه انا ممكن عشان عصرت اجيال كتير قديمة. وشفت المسلا اللعيبة كبيرة تتصرف الزعيم مع النادي او في التجديدات او 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 او. فكان هما بيعملوا كده. اه فبالنسبة لك ده. اه فادي ما كانتش حاجة اه. وبيبقى في سن الكسوف شوي. يعني ان انت اول ما تتكلم فتتكلم في 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 الماديات. وده واقع بيحصل فانتا. يعني انا مضيت في رمضان. شهر رمضان اللي فات. اللي فات. اه. فالتالي تتكلم وفي في في التفاصيل العقل. والعادة. اه. كان بعدها بشهرين. اه. كان بعدها بشهرين بالزبط. اه. وفي اوقات انت بتبقى اه في ضغوط في المشاط مهمة في مسلا اه ملفات كتير اللي ندي شغال فيها. فانت مش عايز تخش. فانت مش عايز تخش. في الوقت دايما. على مدير الكورة او مدير التعاقدات ان انت تشغل الدنيا. فده ده بيحصل. ده مش مش كلام ما احنا بنقول كلام عشان نقول للناس ان ان على الحاجات ما بتحصلش. لا ده دي حاجات سوابط واسس. نعم. وشناه عمل كده. اه. وشناه عمل فعلا. وشناه عمل فعلا. وشناه عمل. الزبط بس ايزام انت بتقول احنا ما بنقولش ان مش من حق اللاعب. لأ احنا فعلا عايشين احتراف. طبعا. وممكن جدا من حق اللاعب ان هو هيقول لا قاعد وتعاقد على. هي بتتفاوى بقى من الشخصية للتانية. بزا. في واحد انا بقى لي حداشر موسم في النادي الاهلي او حداشر سنة. دي السنة الاتناشر. فانت يعني يبقى لك عمرك في النادي الاهلي كله وطالع من المنتظر في النادي. فشفت الكبير بيتصرف ازاي. شفت الناس اللي بيتصرف ازاي. فبتحاول تحافظ على الحاجات اللي انت تعلمتها لقد ما تقدر. برضو ما حكيتش عن مكلمة كابتن خطيب لما تصابته وعند التجديد. كان ايه اللي حوار اللي دار? يعني كان ايه اهم حاجة قالها لك. لا هو انا لما اتصابت انا اول ما اتصابت عرفت ان انا ايه الاصابة يعني. وانا في الملعب. فحتى زمالي بيحطوا لي تلجل ترهم مش خلاص انا اعمل عملية يعني. اه. يعني اه. فحسيت اني في حاجة قطعت يعني. فالكابتن الخطيب هزر معي يومها يعني. يعني انا رحت المستشفى اعمل اشاعة فكنت قاعد في عربية الاسعاف. فالكابتن كلمني. فبقول لي ايه يا ابني في ايه يعني مالك? ايه اللي بيحصل لك وبتاعه? وكانت والدتي تعبان قبلها فترة هو عارف وكان بيتكلمني يتطمن. فقولت له كابتن والله بقول لي عين جمدة دي. وليت له كابتن دي مش عين بقى دي. ده انا واقع في بير شكلي جدا. ولا في حاجة غريبة. لان السنة دي يا سعد مر الناس ما تعرفوش بانر بصعوبات كتيرة جدا على مستوى الاسري. كان اعتقد والدتك. كان كان في وحد من اخوات الاتنين. عملوا عمليات. خمس عمليات السنة دي في البيت. اه الموضوع كان. في البيت الواحد? اه والدتي كان التابت فاول بقالها يعني سنة وفترة كان التابت برضو اكتشفنا ان فيه موضوع كبير ومرضت خطير وكده وبعدين. مش عايز تتكلم فيه? يعني الحمد لله ربنا ايوما بالسلامة احنا شغالين في العلاج وكده والحمد لله يعني. ان شاء الله اش فيها بس. انا جيت عملت العملية. وبعدين اخويا مصطفى اكتشفنا ان فيه ورن في المخ. فعملنا عملية. اخوك? اه مصطفى الاصغر مني. وبعدين محمد اخويا جالوا كسر فعملنا عملية برضو. سنة صعبة جدا جدا جدا. فكان فترة سنة صعبة شوية. ولسه من اسبوعين اه. بيه تاني. اخته. الانبوبة ايه? الانبوبة ايه? الانبوبة ايه? الانبوبة ايه اللي فرقاعة? في البيت. يعني مراتي عند حماية وكده كتية وبنتي وبعدين الانبوبة فرقاعة يعني. سأقول خلها نحاول نستخبه بقى الفترة اللي جاي. ايه اللي حصل يعني فيه اي خسائر حصل? يعني حاجات بسيطة ربنا استطارها يعني. البيت ببهدل بس هم الحمد لله. اهم حاجة بس محدش. فترة وتعادي ان شاء الله. سنة صعبة. والناس لازم تعرف برضو ان يلعب الكورة. الناس بس بتقيمه في الملعب. وتلعب كويس. ما تلعبش كويس. طبيعي انه لازم بيفصل شوية المشاكل الأسرية عن الملعب. لكن ساعات بيبقى امور صعبة جدا. بتمروا زي ساعات. امور صعبة جدا على مستوى الاسري. فاكيد ده بتأثر. اكيد بتأثر عليه. مهما كان على مستوى. فزي ما بقولك التقييم لازم يكون واقع شوية. ولازم كمان انا بحيي ساعات طبعا على روحه اولا. وعلى اسراره. وعلى كمان. احنا عارفين ساعات دايما دمه خفيفه ويدحك ويهرج. لكن الجزء. انا عارف ساعات مش عايز اقول لنا انا من ولادي. عشان مش عايز اكبر نفسي. فعلا فعلا. اه. يعني متأثر شوية. اه طبعا اتعرضت المشاكل. انا فيه حاجات اول مرة انا عرفها تقريبا. صح محدش يعرف عنها حاجة. يعني اه. اه. يعني فترة كانت صعبة. هو الناس ده ما بيهمها لعيب الكرة اللي قدامهم يعني. خلفية اللي ورا مش يعني. وده حقهم يعني. انت عايز. لما بيحبوا لاعب قوي. بالذات في في النادي الاهلي بيبقى مرتبط قوي بالشخص برضو اللي عنده اللي ايه? وفين? ووصل لحد فين? ونزل امتى? بس يا ممتك عاملة ايه? الحمد الله يا احسن الله. بتتحسن? اه الامور مش شك وايز في الهلاج وكده. وان شاء الله اتمنى لها الشفاء. يعني هي يعني الموضوع كان صعب. يعني كواليسه كان صعبة. يعني انا عرفت يوم مرض والدتي. يوم حفلة التكريم. النادي لها كان عامل حفلة تكريم. لدرع الدوري. اللي هو الموسم اللي فات. اه. وكان فيه حفلة ويمكن انا اعتذرت اه عن الحفلة لان الكابتن. اتكلمت الكابتن سايد. والطوله عرفت انه والدتي تعب. انا كان فيه الحليل وحاجات بنعملها وعرفنا انه فيه مشكلة. فكان. اه. فكنت بقى موجود مع والدتي وكده. فكان كان بداية الموضوع موضوع صعب يعني. فالكابتن الخاطئ عرفه. كان على تواصل معي على طول بصراحة وبتطمن على طول على والدتي والحمد لله يعني اه. احنا شغالين في الهجوم ان شاء الله خير يعني. شاء الله. شاء الله. مش عايزين لنبخل الناس. طب تعال نتكلم على الكورة شوية. نتكلم على الخط الدفاع النادي الاهلي بصفة عامة. في بعض الناس بتقول ان النادي الاهلي اه. 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 الخط الدفاع مش ماشي بشكل كويس. رغم ان احنا لغاية دلاتي افضل دفاع. لكن فيه علامات استفهام شوية على اه. دفاع النادي الاهلي. انت شايف او. كلعيب في الملعب او جوه الفرقة. شايف. الكلام ده موجود. نتيجة ايه. نتيجة ايه. نتيجة اصابات. نتيجة ان اه. لا احنا في بعض المتشاط بنقديها بشكل وحش. في الخط الوسط ما بيساعدناش. انت كساعد شايف الموضوع ده ازاي. رود الافعال دي صح ولا. تطمن الناس على دفاع النادي ايه. هو بص يا كابتن احنا دايما لازم افرق بين بين انطباعي كلاعب وانطباعي كمشجع. انطباعي كلاعب بيبقى جاي من من الخلفية اللي انا عايش فيها اللي هي التدريبي. ماتشاطي. الخبرات اللي انت بتكتسبها من خلال لعبك في النادي السيدين كتير. فتطر تقايم انا عندي مشكلة في الاساس اصلا ولا ما عنديش. ده بصدر ده عايزين نسمعوا منك كواحد جوه الجوه النادي. ومش اي حد يوصل لان انا مشكلة. وانا يبقى كويس. فاقول اه ده نعيان او لا انا انا ما عنديش مشكلة فانت ليه. توهم نفسك يعني. عايز تدخلني ان انا عندي مشكلة. على اقوى خط تدفع في الدوري. تسجل فيك تمن اهداف بس. وانت واصل قبل نهاية بتولة افريقيا. مم. فانت كل اهدافك محققها. صحيح. وانت ماشي على الطريق الصحيح. مم. فانا مش عايز يعني حد ييجي يقول لي لا انت عياني عم انا مش عيان انا سليم. وانا لو عيانا محمود متولي نزل عمل يعني يعني. اه بشكل فدقي جدا. الحركة اللي عملها بس برضو اتصاب. اه. ففي ناس متخوفة. فاحنا عايزين نطمنها. انه بالرغم من التخوفات دي. الا انه دفاع الاهلي من اقوى الدفاعات يعني في مصر. اه. هو ممكن على المستوى العادة كابتن هاني. ان انت في سعد مصاب ومتولي. فما فيش الله رامي ويسر وايمن. اه ممكن ان احنا نبقى قلقانين شوية. ان عندنا تلات مدافعين. فانا حاول نحافظ عليهم. بحيث مع الاصابات هيبقى فيه مشكلة. ان احنا هيبقى فيه اتنين بس. فدها تبقى مشكلة. لكن انا دلوقتي باتكلم في نقطة ان بعد التوقف اللي حصل وكورونا. الفرقة كمجمل مش مش نفس المستوى اللي احنا فنشنا به. طبيعي. ده طبيعي. انت بتتكلم على المستوى الجماعي. على المستوى الجماعي. فانا مقدرش يقول ان خطة فعنا دي الاهلي متأثر. لان الشكل الهجومي بتاعنا مش هو اللي قابل التوقف. الانتشار بتاعنا. الضغط بتاعنا. من ماتش لماتش الدنيا بنحاول ان احنا نتحسن. تبقى افضل اه طبعا. فظل ده انت عندك اصابات عندك الكفوات عندك لعيبة خرجت من التيم. الهيكل اللي انت كنت عامله والانسجام اللي انت كنت عامله خرج كزا عنصر منه. اتهز شوية. فالدنيا بتاريت يحصل شوية. تتغير. اه يعني يحصل شوية تفاوت في المستوى. لكن ده طبيعي. لكن في نفس الوقت انت بتكسب. وده اللي يهمك كفرقة كبيرة. ان انت بتكسب. لكن طبيعي ان انت فيه ماتشات. ان انت الفرقة كلها كتوتل مش في حالتها. فطبيعي ان خدت دفاعة هز. فده طبيعي. وبعدين حضرات كنت مدافع وعارف انت متدفعش الوحدة. صحيح. قال باتفاق اولتين متدفعين. بيدافعوا مع الاثنين الباكات مع نص الملعب الاثنين الديفندر. ساعد بنقول لو راس الحربة ما بيكونش هو اقول واحد بيقف من قدام هتبع عندي مشكلة لوسط الملعب. ووسط الملعب هيرد عليك. طبعا. فهو انت دايما لما يكون الفرقة كومباكت وكتلة واحدة وبتدفع كويس جدا. وحضرك يعني لقبت برة كتير وشوفت وبتتفرج على الفرقة. وكنت دايما بتقول تكلمنا عن ألمانيا وعن الفرقة الكبيرة بتدفع ازاي. فده انت ما اقدرش اكام خط تدفع لوحده. لكن اه لو فيه خطأ فاردي. لعي بتسبب في خطأ فاردي اكيد اه ممكن هتقول فيه مشكلة. اه لكن على المستوى العام انت انا شايفت الامور ماشي بشكل كويس. ممكن الناس حريصة اكتر ان احنا نبقى احسن. على المستوى الدفاع. على المستوى الهجومي. على المستوى الفرقة ككل اوة. ممكن نتقبل ان الناس بتحاول انها تنصحنا ان احنا نبقى افضل. وده احنا حريصين عليه. انت بقى لو كنت مكان فايلر كنت عملت ايه? هل كنت عملت تبديلات معينة? حطيت مثلا احمد فتحي لعب سيرتباك. يعني انت لو بتتفرج اولا انا عايزة بس قبل وهرجع بقى للسؤال ده. انت لما بتتفرج على ماتش اصعب? ولا لما بتلعب اصعب? يعني دايما يقول لك اللي بيتفرج على المباريات ده بيبقى اصعب من اللي بيلعب. انت عايزة انا اجواب على الان السؤال بتاع ان لو انا فايلر. ده 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 اخراني ده. ده اخراني وبعد كده هرجع على احمد فتحي. هو اول حاجة بتكييف تلج. فانا ما زلتلك فيه موز عمام. اه جاه برد بس ما بتاين. معلش هنوطولك حاليا. اوليلي بقى تاني السؤال. الماتشات اللي بتتفرج عليها بتبقى اصعب ولا لما بتلعب المباريات? اه. اه. ولا ولا وانت بتلعب بس. لا وانا بتفرج اصعب. اه طبعا. اه. فعشان كده الفترة الاصابة خلت الواحد يعني 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 يقدر الناس اكتر يعني. يقدر الناس. اه طبعا. يقدر انفعال. وغضب الجميل في بعض الاحيان. لازم نتقبل انفعالهم وغضبهم طبعا لان الموضوع صعب. بالذات لو انت بتشجع النادي بجد وانت بتحب النادي بجد. الموضوع بيبقى صعب. بترجع لحمد فتحي. بتقعد تهري وتنكم في نفسك يعني. كنت عملت ايه بقى لو انت مكان وعندك النهاردة شكل الاصابات ده عندك ايمن اشرف كمان. كنت عملت ايه? لو انا مكان انا منفعش تبقى مكان ضايلة. انت كنت عملت ايه لو مكان ضايلة. احنا بنحلم عارف يا ايمن. ما انا بحلم على الارضي. ما تخيل. يعني انا ببقى لعيب فهتكلم في الشكل يخصيني كالعيب. لكن المدير الفني بيبقى هو المكبك القرية. يا صعب جدا يكون لعيب في الفرقه ويبقى تحطيه مكان المدير الفني. يعني خلينا ممكن ساعدة يسمير ان شاء الله بإذن الله بعد زمن طويل اوه. هنقوله لو كنت وكمان هاخد من الحتة ديت. ولو هقولها كابتن هاني بقولها باني بنقولها بما بيننا يعني بنقى نتكلمة بنا. لكن ما تطلعش. اه. لا التقييم العام نطمن الناس. اه طبعا. انت احنا بنتكلم اه في وده شيء طبيعي ان لما يكون فيه التوتر في الاداء الجماعي اكيد بيأثر. طبعا. اكتر خط بيأثر ايه خط خط الده. فنطمن الناس ان شاء الله فيه اصابات ان شاء الله هترجع ونقدي. لكن بتتكلموا ازاي يا سعد جوه الفرقة على مشوار الدوري وبطوط افريق. عايزين نعرف انت ومع بعض انت واحد من الكباتين. دايما اكيد بتتلموا زي ما اي حد اي فرقة دلوقتي. وخاصة من النادي الاهلي. الاعداد ديت بتتكلموا بتتكلموا على الدوري وافراقي ازاي? هو طبعا انا لحد دلوقتي وكننا بنتكلم قريب الدوري لسه متحسمش. الدوري لسه في الملعب. الدوري لسه موجود. لازم نعد نقاتل ونحارب في كل ماتش بنلعبه. لحد ما نجمع عدد النقط اللي يخليها نكسب الدوري. فاحنا ده مركزين فيه بشكل كبير جدا. ان احنا نحسم الدوري بدري. وان احنا نرتاح بدري. وفي نفس الوقت احنا دخلين على قبل نهاية بطولة افريقيا. فلازم يبقى فيه استعداد كويس جدا من خلال ماتشاط الدوري للبطولة. كل لعيب يطمن على نفسه يطمن على مستويه. يطمن لو فيه تاكتك المدرب عايزه. بتحاول ان انت تطبقه في الملعب بحس ان انت تبقى دخل على ماتشاط قوية ومستوى تاني من المنافسة. حقيقة. مستوى الدوري حاجة ومستوى كذبت مننا بطولة افريقيا قبل كده. فعيب عندنا دفع اكتر. ان احنا نتجاوز الماتش ده. ونوصل للدور النهائي. فهو ده تفكيرنا. هو ده تركزنا. وانا شايف ان ان احنا كالعيب علينا دور اكبر وعلينا عمل اكبر. ان احنا نفرح جمهورنا. وان احنا اه الناس محتاجة تفرح بجد. يعني الواحد مصاب الفاتر الفاتفة موجود في الشارع على طول بيشوف الناس. الناس كل كل كلامها عن بطولة افريقيا. الناس كل هدفة عن طولة افريقيا. انت كمان لمسوا كمان عشان انت يعني دلوقتي كمان الاصابة بعدك شوية فبتبدأ تتفرج على ماتشات. ممكن تتفرج مع اصحابك. ممكن تتفرج في حتة. فانت كمان بتسمع الناس. بتسمع الناس الافعال. فكل ده واصل لزميلي فانا بفكرهم وفكر نفسي. ان احنا بطولة افريقيا بالنسبة الناس النادي تحدي كبير جدا. مطلوبة مننا ان احنا نركز كويس جدا. مطلوب مننا ان احنا نخلص كويس جدا. نخلص بمعنى ان احنا كل واحد يجي على نفسه ويضحي علشان خاطر اسم وكيانه وفرقة النادي الاهلي. النادي الاهلي يستهد مننا ان احنا نخلص بجد ان احنا نضحي بجد. ان احنا الفترة دي نركز ونسكت ونركز شوية ونسكت لحد ما الشهارين دول يخلصوا. ونكسب بطولة افريقيا. وبعد كده زي ما انا بقول دايما نفسك في اي حاجة عاملها بعد البطولة. خد البطولة. اكسبها. يعني اجل. يعني نركز. نركز. نركز بمعنى ان احنا نركز. نركز ان احنا نفل على نفسنا. نركز ان احنا يعني يعني انا مش عايز اخش في قصص كتير. بس انا بكلم في فكرة النادي الاهلي كبير جدا. النادي الاهلي نادي كبير جدا. واي واحد فينا في فرقة النادي الاهلي من اكبرنا الاصغرنا كان يحلم ان هو يعدي من قدام سور النادي الاهلي. كلنا. اه. اللي يقول غير كده يبقى بيهجص. واللي دخل النادي وعاش في النادي وشاف من النادي خير وشاف من النادي اسم وشاف من النادي تاريخ عارف عارف ده كويس جدا. ومقدرة ده كويس جدا. فاي حد كان يتمنى ويحلم ان هو ينضم للنادي الاهلي. وان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. وان صغرين كنا كده. نفسنا نروح نصور مع اللعيبة. نفسنا نروح نبقى موجودين. فلما يكون موجود في كيان كبير زي ده. اقدر ان اعمل لنا فيها واحترم المكان. واخلص للمكان. فده اهم وقت واكتر وقت بالتحديات اللي بنواجهها. سواء تحديات من برا النادي. سواء من جوة. سواء المنافسات اللي احنا بنشارك فيها. فده مطلوب مننا ان احنا نخلص من جوانا بجد. اي حد عنده مشكلة اسكت. ما تتكلمش دلوقتي. فيه بطولة. فيه هدف. يعني ركز في المطشاط اللي انت فيها. ركز في البطولة اللي انت فيها. ركز في المسارة اللي انت ماشي فيه. ما تشميتش فيك حد. فيه نظام. فيه نظام وسيستم انت ماشي عليه. يعني انا دايما بحب باخد من جوة. يعني من جوة. ده كابتن فرقة وعارف جوة ايه. من الواضح انه واصلكو وانتوا فاهمين القصة من برا ماشية ازاي. بدليل النقطة اللي انت مشكلة اسكت. عندنا عندنا حاجة اهم. عندنا بطولة اهم. وهقيدك جدا في حتة. ودايما يا سعد كنا بنتكلم. حتى وانا مدرب بقول. يعني دايما لازم تفتكر اللحظة اللي انت بلغت فيها انك هتكون جوة النادي الاهلي. واللحظة ما تتنسيش. عشان. اللحظة دي فيه ناس بتنسى. يعني فيه ناس فعلا بتنسى. لظروف معينة. يعني انك تفتكر دايما. احساسك لما تقل لك يا سعد انت دلوقتي هتتمرن معرفة ليه الاول للنادي الاهلي. احساسك وانت بتشيل بطولة دوري او بتشيل بطولة كاس. الاحساس دوت لو تنسى. ممكن جدا يخرجك عن الصف. فدايما استمر انك دايما تفكر الناس بده يا سعد. مهم او انك تفكر الناس بده. انك تفتكر انك كنت تتمنى انك تعدي من سور النادي الاهلي. كنا بنقف انا وانت وغيري. كنا نقف على صور صور النادي مسكن الحديد كده واحنا صغيرين عشان نشبه. نشبه فوق. اه يعني. اه كابتن محمد الخطيب. ده كابتن علاء ما يهوب. بعد ما احنا دخلنا الصغيرين بقى يشبه عشان يشوف اه ده كابتن سعد سمير. ايه. فاللحظات دي تلوت نسيت. اعتقد بتبقى فيه مشكلة. طبعا. اه. وهي كابتن زي ما انا بقول لحضرتك وحضرك بتقول النقط اللي حضرك بتقولها مهمة ان انت تفتكر اول يوم تفتكر لما النادي بتفاوض معاك تفتكر وانت. كنحلمك. والنادي يا كابتن . يعني. مهما كانت الذون بتتغيره. الزروب بتتغير النادي سابط مكانه. والنادي اسمه كبير جدا. ودframe ان انا بقولي البج بتاع النادي الاهلي ده. يعني بتمن. يعني العالم النادي الاهلي الشعار اللي انت بتبعه بتشرت بتاعك ده. ده انا مش بقول كلام مصطنع. ولا ولا انت بتقول كلام محتاج. ده ده واقع وانت عايشو. واللي بقالو سنين في النادي عارف الكلام ده والاجيال القابلين اتعلمنا منها كده وتقلينا كده. وهو ده الواقع. لان لو مش ده الواقع يبقى احنا بقى تعلمنا غلط. او يبقى احنا تربنا غلط. لكن احنا الحمدلله تربنا صحة جدا. وتربنا كويس جدا. مش عايز بس ابقوا منفعل في الفترة دي. بس الواحد بس بيزعى الفترة اللي فاتت. ان النادي ناس مش مقدرح حجمه وقيمة ومكانة النادي اللي احنا كلنا كنا بنتمنى نبقى موجودين فيه. فالحمل علينا احنا تقيل شوية كالعيبة. وانا بطلب من زميلي من خلال حضرتك ان احنا لازم نركز اكتر. لازم نخلص اكتر. احنا الواجهة بتاعت النادي وفرقة الكرة دايما هي اللي بتكمل وهي اللي بتدوس وهي اللي بتجيب البطولات وهي اللي زي ما بقوله بتبقى الدرع رقم واحد للنادي الاهلي. فجماعة احنا عندنا تحديات كبيرة جدا لفترة الجاية. ومطلوب من كل واحد فينا يبقى ادي التحديات دي. اللي مش قدي التحديات دي لفترة الجاية يرفع ايده وقول يا جماعة انا ما انتو الموضوع يبقى صعب جدا وانتو فده ده مهم جدا. ده مهم جدا وده مطلوب الفترة اللي جاية. ودايما احنا بنتكلم مع بعض في القوضة لكن في الاول في الاخر انا بكلم احنا فرقة واحدة يعني. وانت عصرت اجيال كتير يعني انت عصرت الكابتن واقل جمعة بركات حجازي. فاكيد ده تعلمته كمان من الناس اللي سبقتك يا سعد. طبعا هما طبعا الاجيال يعني انا طلعت الفرية الاول الفين وتسعة بعد كاسة عامل الشباب. اللي كان في مصر طلعنا احنا مجموعة مع مع الكابتن حسام البدري. زي ما الكابتن هاني قال ععدنا فترة كبيرة مش مش مدركين ان احنا بنتمرم مع ابو تريكا مع بركات بحفظ الالقاب طبعا مع واقل جمعة مع جلبرتو احمد بلال احمد حسن عماد النحاس يعني مش عايز احمد نتعب محمد شوقي كان حلم بالنوع تتفرج عليهم هما بيلبسوا وهم بيتحركوا ازاي التمرين عامل ازاي طب مين اللي نخش عليه جامد مين اللي نبقى بالراحة يعني كان موضوع كبير فعصرنا ناس. تتعلمت ده. وكنا زي ما بيقول هما بيمشوا واحنا نمشوا وراهم بنتعلم منهم في كل التصرفات في كل المواقف اللي عدت وعدنا بالظروف اصعب من دلوقتي. يعني كان فيه فترة النشاط واقف فيها وكسبنا بطولة افريقيا والسنة اللي بعدها نكسب بطولة افريقيا ونروح كاسعالة مقندية ونكسب الدوري ست سنين واربعة عد خم يعني كان فيه تاريخ وكان فيه يعني فيه حاجات تراث وحاجات اتعاملت عشان احنا نكمل ونمشي عليها. والحمد الله يعني ده ده اللي احنا مستمرين فيه دلوقتي لكن فعلا كان جيل عظيم وجيل كبير فتعلمنا منهم كتير واستفدنا منهم كتير طبعا. طيب. احنا هنتوقف هنا شوية. وتشرب كده حاجة صوخرة قدامك دي عشان الدنيا برد فعل. لسه بس للا بس وطنا المكيفين شوية. احنا متلق. ده اخط بالك عشان الاجهزة كتير فما يمفعش. احنا متلق. طيب. احنا نروح لفاصل سريع جدا وبعد لفاصل البيت الكبير. رجعنا مع حضراتكم النجم سعد سمير. سعد اتكلمت على بطولات وكتير جدا كسبتها مع النادي الاهلي. افتكلينا كده بطولة كانت بالنسبة لك كانت بطولة صعبة قوي. يعني من البطولات اللي انت بتفتكر ياه يعني احنا كسبنا دوري كاس. بدوط افريقيا دي كانت من اصعب البطولات اللي انا كسبتها او النادي الاهلي كسبها. فترة اللي فاتت. والله يا كابت انهاني في بطولات كتير كاد صعبة. يعني عليك انت اه. اه. بيعني تكون فدرالية. اه. 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 كان اه. اه. في وتناشر. الفين وتناشر. كامل بتولة افريقيا ا блиn. يعني بطولة افريقيا كانت بطولة وبعدين الفين وتلاتاشر فالبطولتين كانوا عزاز علينا اوي. يعني كابتن كابتن محمد يوسف. كابتن حسام البادري الفين وتناشر. محمد يوسف الفين وتلاتاشر. فبطولتين كانوا عزاز علينا اوي مرنا فيهم بظروف صعبة. النشاط قان واقف. وكنا بنلعب كل اسبوعين مرت estiver؟ فكنا اللعبة كبيرة نتجمعنا يا جماعة لازم نكسب عشان خاطر لو ما كسبناش هنقض في البيت. لان انت عارف مفيش نشاط. خلاص مفيش. فهي لطولة افريقيا. فانت الاسبوع الجاي لازم تكسب. لو ما كسبتش وخرقت. خلاص انت هتقعد لحياة دي السنة الجاي. فكل لعبة نازلة محريصة ومركزة لازم نكسب علشان خاطر نكمل. نكمل. النادي الاهل اسمه موجود دايما. طبعا. اه. وما فيش مساعدتها ما كانش فيه لدخل ولا فيه مرتبات ولا فيه حاجة من النشاط وقف. وتنزلنا عن جزء ومستحقتنا. وعشان خاطر. لا لا لا. ما ينفعش ننسحب علشان خاطر بتحلق الافريكي بيفرض عقوبات على المنسحب. ففضلنا ماشيين خطوة خطوة في بطولة الفين واثناشر. لو تفتكر حضرتك كنا في الولمبياد لندن. اي. وكان معنا كابتنا بوتريكا وكابتنا احمد فاتحي وكابتنا عماد ميتهب. ونزلنا من الولمبياد كان منا. على طول البطولة افريكيا. انا وشهاب وهم. وربنا كرمنا وكانت بطولة صعبة جدا. كسبنا مزيين جيد في دور المجموعات. وكسبنا فرقة من نيجيريا. قبل نهائي. وكسبنا تشيلس الغاني. وبعدين لابنا نهائي الترجي. وربنا كرمنا ببطولة. وكانت بطولة كانت حتى تسمي بطولة الشهدة. وكانت بعد الاحداث اللي حصل فكانت بطولة الشهدة. وربنا كرمنا بيها. ولابنا السوبر الافريكي بعدها. آآ جابنا اليوبار وكسبنا. وبعدين آآ بروحنا كاس على مقندية في اليابان. آآ كان اول مرة بقال عب كاس على مقندية. كانت طبعا اجواء مختلفة ودنيا مختلفة. وحتى بنقعد نقول للاعبة دلوقتي بطولة افريكيا حاجة تانية خالص. ودايما كان يقول لنا اللعبة الكبيرة. كبيرة. ابو تريكا وبركات والكابتن واقل والكابتن متعب. يعني البجموعة كبيرة كلها بتاخد خط من نادي الاهلي لما تكسب بطولة افريكيا. حقيقة. يعني انت كلايب بتاخد ختم ان انت. سلمان خلاص انت عندك واحد واربين او اتنين واربين دوري فالموضوع بالنزل. فلما بتكسب بطولة افريكيا. بطولة افريكيا لها مرضود سحر على الجماهير وجوه كمان على اللعبة. انت كسب بطولة افريكيا وعارف قد ايه. طبعا. ان تشيل كاس افريكيا دي. وربنا بقى كاس عالم الاندية بتحس بدنيا تاني خالص. مختلف. لكنه كاس كاس عالم اولمبيات حاجة. اه حاجة مصغرة كده وبتحس بقى بكيانك وباسم النادي الاهلي. وبعد اللي ابن الفين وتلاتاشر كان بطولة صعبة جدا برضو. دي بقى مع كابتن محمد. مع كابتن محمد يوسف. كان ليها بقى تفاصيل كتير بقى. طبعا اكمل لبطولة الفين وتلاتاشر بس احنا معانا واحد من حبيبك كابتن كريم ندبت معانا على التليفون. برحب بيك يا كابتن. مساء الخير يا كريم. يا كابتن كريم. اوقف حتة فيها شبكة. لأ. ده مستمعين. كريم. كيف ازاي? اخبارك يا كريم عامل ايه? الحمد لله كاتم. محيشنا اخبارك كله تمام? كله تمام. طمين عليك كله كويس طمين عليك. كله بخير الحمد لله. دايما معانا صديقك سعد وبردان وعمال يقول لنا اه في التكييف. ويقول لي في الهوى يقول لي انتم عاملنا مغزن فكهة جو برد. اه. سعد طبعا علاقتك به طبعا حتى خارج الملعب علاقة وطيطة جدا. وسعد يمكن كان بيتكلم ان هو يعني الفترة الفاتج كان في اصابات لكن ان شاء الله. انت كمان عارف انت في الملعب قد ايه بيكون متطمن ان سعد موجود في الملعب بيلعب وراك. فاحكي لنا علاقتك ايه بسعد جوه الملعب وبره الملعب. انت معاك احد من اللعبة اللي هي الملعب الرجالة. انت بتشير لمن الاهدي وبحب الملعب. انا او صعب يعني اه. علاقتة كبيرة قوي بقدر ملعب كمن اكتر من الاكتر من الفترة. انت معاك ايه. وراك تشير في طبعا. او يبقى عن ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر مختلفة جدا. فده اللي انت دايما بتحاول توصله للناس أو الشباب اللي طلعين بعديك. انت وغيرك طبعا. هو ده اللي تعلمنا من اللعيبة الكبيرة. وده اللي احنا شربناه منهم زي ما بيقولوا ان انت دايما قوة فرقة النادي الاهلي في وحدتها. وان هي متماسكة وان هي قريبة جدا متربطة من بعض. فهو ده اللي احنا تعلمناه. فبنحاول ان احنا نمشي على نفس الخط. زي ما انا قلت لحضرتك النادي الاهلي فيه سيستم ونظام موجود. احنا مجرد ما ان احنا بنمشي عليه بس بنطبقه وبنمشي عليه لكن هو موجود من فترات كبيرة فده اللي احنا اتعلمناه وبننقله للاجيال بقى اللي طلعه يعني كريم كابتن منتخب الولمبي وكابتن فرقته في الناشئين لما كان موجود من الناس اللي هي طلعة بنحاول احنا نقله عشان هو بعد كده هيبقى كابتن فرقة وهيبقى مسؤول وهيبقى هو اللي بيقود فبتمنى له طبعا ان شاء الله يرجع بالسلامة هو شغل في البرنامج بتاعه واموره ان شاء الله مشي كويس. مم. وهو من كان في الحرس فكنت عارة هو صغير فكنت على طول بتوصل معاه الدنيا عام لقيت ان مواتش ده كويس ان مواتش ده وحش. لان اللي فيه لعبة كابتن هني بتبقى لعبة مويزة قوي لظروف ما متقدرش تاخد فرصة في الوقت ده. حقيقة مصبو. انت بتبقى حريس ان انت على طول معاهم بتتكلم معاهم بتبقى لو فيه حاجة بتآه. وده اللي كان بيحصل معاهم. وده كان بيحس كمان انك لسه مربوط بالنادي الاهلي. طبعا. مشان ان جرد رحت اعارة فالناس نسيتني. طبعا. فمهم جدا يكون فيه متابعة حتى من كباتن الفرقة الموجودين. طبعا. وخاصة ان كريم لعب مميز. طبعا. كريم من اللعيبة المميزين جدا. من ظهر بشكل اكتر من رائع اه في المنتخب. ويعني الاصابة مع الطلاش شوية. كان لعيب اساسي. كان لعيب اساسي. هو ينتطمننا حتى الوقت على اصابتك يا كريم. طمننا عليك. يعني الدكتور برد على الكامية. اه. اه. اماشي الحمد الله الصورة كويسة فيه. اه. الدكتور تتكلم معنا ان انت الحالة كويسة بس مش عزيزات عجالة. احنا بنشتغل على. لانا شوية عشان نعطوش ايضة مشكلة. بس الحمد لله الدنيا مش كويسة اوز. طب الحمد الله. وانا بأكد. اه. ترجع بسلامة. وما تستعجلش يا كريم. لان انا عارف انا باحساس لعيب الكرة وساعد موجود. ساعات بتحس ان الفترة طولت. اه. بيستعجل. اه. الكرة بتوحشه. الملعب بيوحشه. فبيستعجل. فانت لاجس. اه. بالزبط. يعني ان شاء الله باذن الله ترجع بقال في سلامة. ما تستعجلش. وان شاء الله يعني ترجع كريم لقبل الاصابة مستوى هايل. نادي الاهل محتاجك. وكمان منتخب مصر بالتوفيق. ان شاء الله لك كريم. ان شاء الله. بالتوفيق يا حبيب. بالتوفيق. اكتر مدافع كنت انتم منسجم معاية. يفهمك من اشارة. يفهمك من نزرة. مين في الملعب قريب قوي من سعد سمير في الملعب. هو طبعا اه. يعني احنا لعبنا مع بعض. يعني انا عصرت ناس كتير لعبت منهم. طبعا. طبعا. انت بيبقى حلمي بالنسبة لك لما بيكون في مدافع باسم الكابتن والجمعة وبتاريخه بمكانته موجود في الفريل اول في النادي الاهلي. فبتبقى رقم واحد بتفكر ان انت تلعب جنبه. يعني نفسك ان انت تلعب جنبه. نفسك ان انت تتعلم منه. فكان طبعا بالنسبة لنا كلنا. فقط عظيمة. لمعظم المدافعين الموجودين ان انت تلعب جنب الكابتن والجمعة ده كان بيبقى حلم يعني. صح. اه. والواحد كان سعيد والحمد لله يعني نال الشرف ان هو لعب مع مجموعة كبيرة من الجيل ده. لعب معهم في الملعب وجورهم. فكان الكابتن والجمعة طبعا رقم واحد. كان بنتعلم منه وبنستفاد منه وبيحاول ان احنا نكتسب من خبراته. وكنت دايما بقوله ان هو ظهر في الملعب هو موجود معك. اه فيه لعيبة كده يعني. اه. ومعظم بقى اللي لعبت معام شريف عفضيل اه برضو لعبنا مع بعض خطرات كويسة محمد نجيب. من اكتر الناس اللي لعبنا مع بعض. اه. حجازي لما جيه. اه حجازي احنا مع بعض في من الناشئين. اه. اه. انا جالك بقى بالترتيب رامي خلاص يعني. احنا مزملين بعض دلوقتي يعني. لكن نجيب اه من لعبنا مع بعض كتير. وربنا يعني كرمنا بكذاب طولة مع بعض. فقعدنا حوالي خمس ست سنين نلعب مع بعض اساسيين. وبعدين حجازي بقى جي فلعبنا مع بعض فترة والموسم خدنا في الدوري والكاس ودخل فينا اربع اهداف تقريبا طول الموسم. طول الموسم. طول الموسم. اه. اه فكون انا ارقام كويسة. هم كاملين بقى الشباب اللي موجودين بقى دلوقتي اه ان شاء الله كده اه ربنا يكرمهم الفترة اللي جادوا. يا رب. انا بدور في كرامي وايمن وياسر. ومن ارض اللي هم الناس اللي موجودين في مصر يعني. اخير. ومتولي طبعا بنتمنالوا السلامة. اه. فان شاء الله نقدر ان احنا نرجع بالسلامة. وان شاء الله. وانت كمان يا رب ان شاء الله. كنت بتتكلم على بطولة اه الفين وتلاتاشر. اه طبعا. اللي فيها كواليس وكانت من من اهم البطولات العزيزة على قلبك انت شخصيا. مرنا فيها بصعوبات كتير. اه. يعني اه ماتشات اتلاغت وعدناها تاني يوم وسفريات صعبة. اه. بدأنا البطولة بنتيج مش اه تعديننا مع الزمالك في دور المجمعات وخسرنا ماتش على ارضنا من اورلاندو. وبعدين نسافرين ماتش مهمة. فكان من بره. فكانت بطولة مؤقتة شوية. لكن اه اه يا ربنا كرمنا بيها. انا فكر موقف في البطولة دي لما تعديننا وكان عندنا بونت في المجموعات. اه. فعادي متضايقين وكده وبنتكلم وكنا احنا لقابنا ماتش فابو تريكا قال اه احنا هنصعد. ما تدقوش نفسك وفكروا اللي جاي ولازم نركز احنا هنصعد في البطولة دي وهنوصل نهائي. فبس ساعة الزعل انت بتبقاش مركز اوه في الكلام. يعني ساعت بتعد بس بتصدقوش يعني ساعت بيعدي كده يعني. رحنا هنلعب اورلاندو هنلعب في اليوبار. بلد صعبة جدا بنسافر بنطلع جبل عشان خاطر نروح للمدينة اللي احنا فيها وكل شوية نقف وحد يقوم ايه. بيرجع. اه مرجع من السفر ومن الجبل. كل شوية كنا رحين في مقرباص. مسافرين في مقرباص. في المدينة. فنقف وحد يرجع. فالواحد تشائم وحنا رحين من ماتش. وماتش ده لازم نكساوي. احنا معنا بنت. احنا تعادلنا مع الزمالك. وخلاص لازم تكسب. وماتش ده بره. اه. فحصل اه مشدة في التمرين. في الفترة دي. في قبل ما نسافر يعني. بالمواقف برضو كابتن هاني اللي الواحد تعلمها وشافها. اه ساعتها كان كابتن فرق حسام غالي. والكابتن والجمعة وحسام عشور. اه كان هما الكاباتين. يعني مع الكابتن عماد ميتها بو كده. ابو تريكا ما كانش كابتن فرق او بركات. وحصل مشدة واللعيبة تنشنت وكده. وبعدين ابو تريكا خاد اللعيبة ودخل قط اللبس. قال لو سمحت يا كابتن نوسب بعد اذنك. انها نخش قط اللبس. يعني قط على التمريد. قط على التمريد. قط على التمريد. اوكي. وكنت اول مرة شوف ابو تريكا مفعل يعني. اللي بيحصل ده تهريج. واللي بيحصل ده ما ينفعش يحصل. احنا عندنا ماتش مهم. واحنا 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 وزعيق ومفعيل. وبعدين محدش تكلم خالص من اللعيبة. محدش محدش يفكر في نفسه. محدش. وقعد محاضرة حاجة محترمة جدا. احنا طبع اللعيبة الصغارين فانت عارف بنقعد على جنب. اه بتسمع بش. كده. وفعلا اه اه فيه اوقات اللعيب الكبير بيبقى له دور مهم جدا في الفرقة وبيبقى اه وواحد طبعا بقيمة. بقيمة. فمن المحاضرة دي. انا قلت ان احنا هنكسب الماتش. من القعدة دي. قلنا هنكسب الماتش. اللي جات بالصدفة اصلا. يعني نتيجة. كان موجود وكان محمد يوسف حتى مع القبوش. خلاص يا جماعة نغير. هنعمل بتاعنا. خلاص انت حتى جزئية التمرين. خلاص. خلاص انت كان في حاجة. ابو تريكا المحاضرة. اعتقد بيبقى هنا لعبة كرة واعرفين الحاجات دي اهم من التمرين. طبعا. انت حتى بتحس كمدرب لا خلاص. اعمل استشفى وديبدأ استعد للمباراة. وقمنا روح مسافرنا. مم. فمن المحاضرة دي حسنا ان احنا نكسب الماتش. مم. وروحنا. ابو تريكا عمد سرول وليد وليد جاب الجون. واحد صفر. خدنا التلاتة بنت. مرجعنا كسبنا الزمالك اربعة اتنين. وبعدين اه اكسبنا اليوبار عندنا. رحنا ارلندو. اه تعدينا هناك سفر سفر. فاحنا في الملعب يعني انا بلعب الماتش ده. فبلعب فاحنا عارفنا ان احنا نسعد خلاص. اه خلاص. يعني النتيجة خلاص نخدم معا. فبنحاول ايه? اه بنحاول نموت الماتش. يعني التعادل يغدمنا ويغدم الفرقة التانية. احنا كنا دايسين عايزين نكسب وهم دايسين عايزين نكسب والماتش. فاحنا في الملعب الكابتنا البطريقي قال لي احنا نوصل نهي احنا والفرقة دي. والملعب. احنا في. احنا في دول مجموعات. دول مجموعات انا عرف. قال لي هنوصل هو الفرقة دي. وهناخده البطولة. والله زي ما قولك كده كبد. فطول ان شاء الله كابتنا يا رب. فانا حتى بحصل نعم طوله طيب لو كسبنا هتجب لي ايه وب好不好 مش عارف بيه? فقال لي هاجيب له وبتاعة Undo كده وفعلا نوصلنا نهي احنا اورلاندو. كسبنا سانشاين آآ 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 سانشاين النجيلي. بتاعدنا في نجيرة 3-3 وكسبنا في مصر آآ واحد واحد. آآ وكسبنا في مصر واحد سفر. وصعبنا نهاية. ما هي دي الحاجات اللي دايما بنتكارها ما بتبقاش الموضوع. اصلنا بتمرن كويس فيه لقطات بتحصل في المشوار. اللي هي بيحس ان احنا آآ. وعلى الجزء الاخر ممكن جدا مشكلة تحصل تقول لا البطولة دي مش بتاعتنا. آآ طبعا. يعني بيحصل حاجات وانت بتحسها زي ما حسيت كده. تلات فرص لفيرة اورلاندو. آآ. في تلات فرص لفيرة اورلاندو محققين يخشوا جوان. ضع. ضع واحنا كسبنا اتنين سفر. آآ ما بقولك هو خلاص. توفيق بقى بيجي لك في المواقب. بالزبط. والتوفيق دايما بيجي بالقبل التدريب وقبل الكرة. الاعلاقة اللعيبة وبعض والالتزام اللعيبة مع بعض. بيجي نمرة اتنين آآ التدريب والنواحي الفنية. لكن مهم جدا النقطة اللي بتتكلم عليها ان يكون فيه قائد. ده مهم جدا. وبطريكا كمان عمل الجزئية دي معايا في الأولمبياد. حق ربنا انه هو هو عماد متعب. واحمد فاتحي. قاموا بدور يعني اعتقد انه هو دور كبير جدا غير طبعا الحالة الفنية جوة الملعب. لكن ده اللي بنتكلم عليه. وده اللي بيتكلم عليه سعد انه هو ده النادي الاهلي. انه هو الناس اللي بتتربط النادي الاهلي. ومتمسكة بتقاليد النادي الاهلي. وطايمة انا كابتن احنا كفرقة يعني التوفيق بيجينا بالحاجات دي. يعني احنا مقتنعين. معظم البطولات اللي بيجينا جزء فيها عامل توفيق مع الاصرار والاداء والروح وكلام ده كله. بس التوفيق بيجي من الترابط اللي موجود بين النادي كله. فهو ده ده المهم في الفترات الحساسة في البطولات الكبيرة يعني. طيب المدير الفني بقى. يعني هلو. هلو. يا سعد. كابتن يوسف. يا سعد. ازاي حضرها كابتن. انا بمسي عليك طبعا على كابتني بقى كابتن هاني. حبيبا يوسف. وسماح والواحد والله. والله العظيم ما نزع لها منك. سماح المرادي. سماح المرادي. لو بعدين يقول لي. سماح المرادي. لا سماح المرادي اه. انفسي انصحوني من نوم محمود صحاني. يعني عشان ترساعد طبعا. وصحي من نوم بقى. عشان تكلم سعد. احتبري بيحلم بقى. لا ده هو يعني صديقي جدا يعني بيقعد يقول لي بقى كلام يعني تحت الهواء. كابتن محمد يوسف. مشرفنا يا كابتن. كابتن محمد بنتكلم على بطولة مهمة جدا. وزكريات. لك زكريات فيها. اكيد انت كمان كمدير فني مرت بيها. سعد بيتكلم على بطولة افريقيا طبعا 2013. وكانت قدي بطولة صعبة. وقدي ايه. ليها زكريات. زكريات بقى المدير الفني. ده زكريات سعد كان جوه الملعب. زكرياتك انت كمان كابتن محمد مع اللعيبة ومع الاجواء اللي كانت موجودة في 2013. والله بصة كابتن هاني. انا قبل ما اتكلم على زكريات البطولة. انا عايز اقول لك ان معاك النهاردة والله لاعب. فعلا فعلا من ارجل اللعيبة اللي جات في تاريخ النادي الاهلي. حقيقة. انا عملت مع اللعيبة كتيرة. سعد سمير من الناس. الفعلا رجالة. من الناس اللي اي مدرب يعتمد عليهم. غير ان هو راجل. وغير ان هو اداءه طبعا قوي جدا في ادفاع النادي الاهلي والمتخب كمان. الى ان هو بيلعب دور كمان اه ايجابي جدا في لم اللعيبة في اه في اه في يعني عايز اقول لك تجميع اللعيبة بيتكلم اه بشكل ايجابي جدا في اه جميع ال الاحوال او جميع المواقف. والنوعية اللعيبة دي انت عارف طبعا انت لعبت في 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 النادي وعارف كواس او ان في النادي والمنتخب. بيبقى مطلوب للعيبة اللي بتجمع لك وتسمي لك السرقة. وابتحفظ على قط اللبس. اهم حاجة طبعا في سرقة البطولة. اه قط اللبس. وساعد من اللعيبة اللي فعلا يعني تبقى متطمن ان انت عندك اه يعني اه التزام وانضباط في قط اللبس. اذا كان هو اذا كان وليد تليمان حاليا موجودين اه الشناوي. الواحد بتطمن على النادي والفريق. لما بيكون النوايات دي موجودة. الشخصية دي موجودة. اه. اه طبعا طبعا. وطبعا ده نهيك بقى عن اداةه الفني. يعني ان شاء الله يرجع لنا بالسلامة كده. لانه قوة قوة كبيرة جدا في دفاع النادي القالي. ونالقالي انا اعتقد انه محتاجه جدا 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 خصوصا في الادوار القادمة في في طبطولة افريقيا. لان الخبرات بتفرق والوقفات بتفرق. وانت طبعا يعني متجمعين انا وانت وهو احنا التلاتة اللي عدنا. السر دي بكات. الوقفة مهمة جدا خصوصا في المباريات الكبيرة. المباريات الحتاسة. قدي انت عارف طبعا الوقفة والخبرة والحتة القوة. دي بقى دفاعك قوي. دي بقى انت متطمن كفريق وكأحراسة مرمى وكوسط ملعبي. ده صحيح ويمكن برضو بقول لي سعد رغم غيابه فترة مش قسيرة لكن وارد جدا ولازم يحضر نفسه لنقطة دي. انه ممكن جدا بإذن الله يلعب مبارات نهائية بتورة افريقيا. ان شاء الله. عنده دي. فانا بحس برضو. اه بالزبط. بس فعلا اقتعد من اللعيبة. ودي حصلت معي. يعني حصلت معي وانا ماسك. وحصلت معي لما رجع من النصابة اللي فاتت. برضو يعني تم الاعتماد عليه بشكل تريع. اه هو طول ما هو سليم. اه يعني اقولك المدير الفاني على طول باعتمد عليه حتى سواء انا يعني سواء مصري او اجنبي. لانه عنده الميزة دي بيجهز كويس قوي. ولما بيجهز نفسه اه بيبقى بيرجع بقوة. فيه لعيبة بترجع بتبقى لسه محتاجة وقته وحصلت مصرات وكده. اه فما شاء الله ربنا يحميه يعني بس ويرجع من الاصابة ويرجع طوي. وهو شغال يعني اللي انا عارفه طبعا اه تابع انه هو شغال عدد فترات كمان. اه في اليوم الواحد بيشتغل اكثر من فترة عشان يرجع. وزا ما انت قلت. اه مهم جدا ان هو يبقى متواجد الفترة الجاية في الاطبار الانهاية ان شاء الله. وكمان. لا كنت كمان هقولك الدور ده دور الفاني. كمان الدور اللي بيقوم بيه ساعد. وده مهم جدا حتى لتحضير البطولة. انت كابتن. كابتن محمد انت مدرب كبير وعارف ان مكسب البطولة بس مش تحضير في الملعب. ده الاهم كمان التحضير. في قط اللبس زي ما انت قلت. التحضير المعنوي. اللي ساعد بيقوم بدور كبير جدا في الجزئية دية. يكملها ان شاء الله باشتراكه في المباريات على المستوى الرسمي والفني. طبعا. طبعا. ده لا شك فيه. يعني احنا ان شاء الله ابن دايله ومتنينه يرجع. ويلم الفرقة. والفرقة الحمد لله ملمومة لكن برضو. لما بتدفلها عنصر دفاعها زي سعد ثمير وزي موجود جوال فرقة. دي بتبقى قوة بصراحة. مهمة. ومعنوية. مهمة جدا جدا جدا. وطبعا. يعني لو خدنا بقى الـ 2012 و2013. فعد اول ما دخل يعني من من العناصر لما دخلت النادي دخلت طبعا على انجوم كبار كان موجود في الدفاع فيه سعد ثمير في والجمعة في في نجيب في يحمد السيد. يعني فيه عناصر اه الى ان هو قدر يفرد نفسه حتى من ايام منتخب 19 لما كان موجود معكم كاف العالم. وادر ان هو يحط رجله بشكل قوي يعني. يعني بصراحة شارك شارك في بطولات وعنده حد عنده عدد كبير من البطولات. سواء بطولات كرية بطولة 2012 و2013 وسوبر 2013 و2014. خبرات كبيرة خبرات كبيرة быل بطولات كبيرة خطول معنا لكن انا اقول ان هو دايما. من العناصر اللي فعلا فعلا محترس. يعني ثعا تحطه يلعب. تجيبه من الآصابات. او من فترات بعيدة. وتبدأ بيه يلعب. اه مسلا اه مش الا اه 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 لو قاعد ولعت انا مرة لحيته ماتش ده حيته باك رايت. والله كان عندي نقصة عدد انا فاكر هو فاكر بكايس اول. وعارف اعملها ولا ايه? اه. 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 عملها بكايس? عملتها بكايس? اه. 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 انا بشكل ايه. اقول لك عملت جون كمان. وعمل جون اه صنع جون. اه. انا في اصابات. اه. وهو كابتن يوسف وصلنا اسكندرية كنا اللعب سموحة. فما فيش اللي انا وكابتن والجمعة وكابتن محمد نجيب اه. موجودين وما فيش باكات رايت. فهو قال لي انا عزل عبك باك رايت. المتشده عشان فيه ناصر. قلت له تبليه انا يا كابتن انا نفسي عرف في المكان ما تلعبك كابتن والجمعة باك رايت. قال لي لا. قال لي انت اللي تلعب باك رايت وتكترش كتير يا هلا بتكل على الله. بس. ولعبته اه اجد. لعبته سموحة كسبنا وبعدين لعبته امبي. باك رايت برضو. وجبته جونه وكسبنا واحد سفر. ما شاء الله. اه. كمان. كمان. يعتمد عليه. يعني. يعتمد عليه كابتن محمد. امبي ده رحت بنها عن تحنت. اه. العيبة. انا استازنت لكابتن يوسف اه امتحنت في بنها. كان عندي امتحان. يوم الماتش. يوم الماتش. ورجعت الفندق. ولعبت الماتش وكسبنا واحد سفر. ان شاء الله. طب كويس. ما شاء الله عن اكتشاف جديدة هو ساعد باكيمين. انا انا بقول لك يعني هو هو ساعد من اللعيبة عارفة هاني انت في عندك ببقى لعيبة كده. يعني حتى ما يحصل ناقص عندك في وسط الملعب. ايه. ديفندر. عزي سوري في الحتة اللي وراء. باكت عطنرف. تقدر تحل بيه. ده غير بقى مكانه طبعا للاصل انه هو يعني واحد من الاستبارات اللي انا شوية يعني انا وجهة نظري. اه فعلا فعلا مهم جدا لدفاع النادي الاغلي. وخبرات حتى في افريقيا بقى لما تطلع تلعب في افريقيا وكده. طبعا. ما شاء الله حاجة نقطة يعني. قبل النهاية الفين واتناشر لعبت باكلفة. اهو كمان باك شمال كمان. طب ده ده ميزة ده ميزة نبيرة جدا. قبل النهاية. ما بسهناك مع القدن الكاميروني. اه لا قبل النهاية يا كابتن كان مع السانشاين في الفين واتناشر. لا 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 الفين واتناشر. اه اه. اه. اه اه. 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 الى اه. انزل لعب باكلفة. قبل طوله حاضر كده. ما بتخافش. اخاف من ايه يا كابتن اه. لا 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 اخلي بالك في لعبة ممكن تقول له. لا في لعبة ممكن تقول له. كابتن انا مش هقدر على الحتة ديته. لكن عنده ثقة في نفسه وبعدين اه ساعات. ساعات لما بيكون مش مركز بيقول لك انا كده كده هلعب يعني. لا كابتن ادام انت المدير الفاني وصق فيك. ثقة مثلا او المدير الفني موجود دق ثقة وانا محتاجة في الحتة دي خلاص انت خدت المساندة منه خلاص فانت لازم وفي نفس الوقت لازم تبقى انت اقضي الثقة دي فده ده اهم حاجة يعني ما تاخدهاش بتفكير سلبي خالص انت قصدك انه لما يعول عليه في مركز تاني فحتى لو لو هيقصر مش يعني مش هيتخذ عليه قوي يعني. لا مش كده اللي هو هو كده كده ما بيكونش خايف انه يلعب في الحتة دي لان انا هو المدير الفني بمديني ثقة فانا بحاول بقدر امكانه بطلع كل اللي عندي. اه. اللي طلع عندي ستين سبعين في المية هيبقى كده كده مقبول للمدير الفني. هو محتاجة. بالزبط يعني. اسأله بقى الماتش الكاميروني اللي تعاد. لعبنا ماتش. اسأله انت اسأله كابتن محمد. ماتش اللي قطنا كابتن انا اعجي لك انا اعجي لك انهاني في الحتة دي. بس انا عايز اقول لك اه. اعايز ممكن اول واحد لعبك ديفندر. ده حقيق. ده حقيق. اه. ولعبت وعملتها بنجاح. انا كنت بالعب مثلا مكتاك وبكليفت. مصبوك. يعني انا قمت انها بترضي على شخصية اللاعب. لما بتبقى شخصية اللاعب عنده شخصية قوية. حتى لو قدى المستوى اللي هو مش شرطي بعشة من عشرة. ممكن يقدي خمسين ستين في المية. اه. عنده شخصية جوال ملعب. عنده شخصية جوال ملعب بتبقى انت واصف فيه. وحيطة ثقة دي مهمة جدا. بس المطشي طبعا اللي اتعد ده ده اول مرة في تاريخ الناجل قالي. نلعب ستين. نلعب سبعين. كم? خمسة وسبعين ديئة او سبعة وسبعين ديئة. وبعد كده نعيد المباراة مرة تانية. آآ فاعد بقى طبعا. نعيدها تاني يوم. ها? ده تاني يوم كمان يا محمد. ده تاني يوم على طوض. يعني انت لعب تقريبا تمانين ديئة. لان خمسة وسبعين جاو مطر. خمسة وسبعين سبعة وسبعين والدنيا راح تبديها مطر. ملعب ده مش هاد اقول لك. والديك اقتورت. اه. اه. يا كابتن يوسف فيه نوطة بس فيه نوطة انت انت كنت ملخوم مع الحاكم. كابتن طري سليمان. مدارك فروس المرمى. احنا كنا خسرين واحد صفر. فوفح حساباته واحد صفر كويس ونعود في مصر. فجاولي الحاكم. احنا قادرين نكمل. احنا قادرين كامل ونظر نلعب الماتش. وهو جاب مساحات. ثلاث مساحات. قال لي خد. اداني مساحة. واده. انا. انا. انا والعال دول دلوقتي هنمسح لك الملعب ونلعب. انتوا نمسح ملعب مين? ملعب غرقين هنمسح ملعب. ملعب محتاج مكان عشان. وهو مقتنع ان احنا لو مساحنا همالب احنا التلاتة هنقدر نلعب. وعايز يخلص بقى من الماتش يعني. احنا اللي هنخلص مش احنا. ولعبنا تاني يوم تعدين. برضو مواقف الغريبة جدا انك بتلعب خمسة سبعين ديئة. والملعب غرقين بعدين الماتش يتلغي وتلعب تاني يوم على طول يعني. مش عايز اقول لك بقى كمان اهاني مفيش لا ريكافر ينعمله. لا لا ريكافر ايه. ايه. انا في كامير. احنا انك اللي حيات ترجع لك ايه. اه. 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 مش عايز اقول لك ساعد طبعا يكلمك عنه رجعنا وعملنا تلك. عملنا لهم جلسات تلك. طبعا كيات الطبي كله. والمدلكين كلهم اشتغلوا مع العيد. نعمل احتياطي. يخش تلك زميليات تاني. وعملوا تلك. وحكتلهم في الفندو الصبح اه حوالي خمسة وعبعين ديئة. عادنا نعمل وشغل في جوة الفندو. وبعد كده رحنا على الملعب. بس طبعا يعني مجموعة مش عايز اقول لك ابطالة. رجالة طبعا. رجالة. اه. رجالة وسعد بيقول لي حتى الناس اللي كانوا احتياطي هم اللي كانوا بيعملوا المساج للعيبة الاسسية بعملية التدليج. كم اللعيبة هي بتعملها البعض يعني. طبعا طبعا. عايز اقول لك. بس يعني الفترة دي. فترة كلها مجمعين. الجهاز. لعبين. مسؤولين. ادارة. كله كله مجتمع. يفرح جمهور نادئالي. وفرح جمهور مصر بالبطولة يعني. فطبعا. لا يعني. بس رعا عادنا نتكلم طبعا. ذكريات جميلة. ولكن انا اقول. ان فعلا دايما انا بقول لازم نحافظ على لعباتنا الكبار. لازم نحافظ على القيم الكبيرة. اللي زي سعد كده واحد منهم. اللعيبة دي لعبت وعدها يعني عدد اكتعات وخبرات كبيرة جدا. ولازم نحافظ عليها. ولازم يعني بليهم الوضع بتاعهم. عشان ينقلوا خبراتهم كمان. انا مش عايز لقولي يعني سعد سعد مش كبير لسه سعد. انا بس طبعا ان شاء الله. تسعة وتمانين. اه? تسعة وتمانين. اه لسه لسه يعني لسه قدامه خمس ست تبع ستين ربنا نتيله الصحة طبعا وايه بدعان الصباط. اه ينقلوا خبراتهم وينقلوا وينقلوا اه شخصية النادي الاهلي ومبادئ واسر النادي الاهلي. ان شاء الله. النادي الاهلي بيتعامل. كل الحاجات دي مؤمة جدا ان ينقلها اللاعبين اللي قبلهم. وهم لما جمت لما جي سعد وقدم كان موجود. كان موجود على ناس التجيرة وقدر وقعد وتعلم وقارب وشاف. واللي بيلعب يا كابتن محمد في النادي الاهلي دايما عليه ضغوط. ضغوط انه هو لازم يسعد الجمهور. لازم يحقق مكسب. ونادي الاهلي معودنا دايما على المكسب. فده وبالحقيقة هو كمان قربه من الناس وقربه من اللعيبة. يعني وخف دمه بيقدر يعمل كده. يعني هو سعد بشكل خاص بيقدر يعمل كده. كمان بيعمل حاجة جميلة جدا جدا. ودي حاجة مش يعني مش كتير من اللعيبة الكبيرة بتعملها. انه دايما يحتضن اللعيبة الصغيرين اللي طالعين من الكطاع. اي. ده حيب. يحتضنهم. وكان في الفين وتلتاشر كان لسه طالع مين بقى كان لسه طالع تريزيجيه. كريم ندفد هو بقى يحكي لكم. اه وكريم كان معنا. اه وكريم كان معنا. كريم كان معنا دلوقتي يوم داخلة وقال نفس الكلام حتى وهو كان في فترة اعارة. اه بالزبط. لهم فطار ويفطارهم ويجيبهم بعربيته ويرجحهم بعربيته. كنت انا حتى مسميه ابو الأجبال. عنده احساس بالمسؤولية. نعم احنا كنا في مدينة نصر في اهل مدينة نصر. اهل مدينة نصر. وعلى فكرة. كنت بعانت عليهم الين من عشرين في العربيتي. يروحوا التمرين معي ويرجعوا اللي متساعدين بقى. اه انت كنت اه يعني بتروح مدينة نصر. اه. بتجيبهم في العربية وتروح التمرين وترجعهم. وروح التمرين ورجعهم. انا كنت ساكن في مدينة نصر. اه. كنت محودهم معي وكابتن يوسف شافني مرة معي ستة في العربية. بس كان بيعمل فيك مقالب برضو يا كابتن ولا لا? معايا انا? اه. لما انا خلي بالك انا في الشغل شوية صعب جدا. اه. اه. صعب جدا. لا انا بقى كابتن كان بيعمل مش عمعايا بس انا في منتخب الولومبي. ساعد طبعا بيحب يعني روح المرح دي دي انت عارب برضو الضغوط اللعبة لازم تاخد الجزء ده. وساعد عنده الحتة دي وهو بطبيعته دمه خفيف. فكان هو تقريبا هو اسلام رمضان. عمل حاجة هاني. قول لي يا محمد. عمري ما هانسهاله. عمل مرة دويتو كده مع فروتو. ده دويتو حتى موجود على. ايو ايو جيلو انا عارف عارف عارف. ده بقى ده يعني ده هو الساعدة دمه خفيف تاعده بره الملعب بره. انا خدنا الدور الخمسة وتلاتين. تفلية الدور الخمسة وتلاتين. وبعدين مع بركات كمان بيعمل دويتو بردو تلاتينة. اه لكن لكن طبعا فانا بتكلم بقى على الجانب الاخر يعني اهوه المنشاطة والاتزام والتركيز وكده. احنا بنشكرك جدا يا كابتن محمد. شكرا يا كابتن محمد. نورتنا على تليفون كابتن محمد يوسم. لا لا لا. ولا يهمك. معليش يعني. لا ولا يهمك. ولا يهمك. قمت من اوم لما محمود قالي طبعا سعد سمير مع انا وكابتن هاني رمضي وانتي فطبعا كنت يعني. طبعا كنت في قمة السعادة. طبعا طبعا. اكيد. انا عارف. شكرا للك كابتن محمد كابتن محمد يوسم. الجمهور. الناس قالت ايه عن سعد سمير? هنروح نشوف واذا قلوا؟ وانرجعتهم سعد سامير سعد سامير.. وهدم حلوة، حلوة، حلوة حلوة، حلوة أنا لقول لكابتن سعد سامير أنه من أهم المدفعين في النازل الاهلي أقول له آلا بمرك ها يعتدي يواجح لنا سيدنا يا رب، كابتن سعد سامير يخفي بالسلامة ويلجئ على الماطح ،آ له مكانك سافر ،واجح إلى السلامة إن شاء الله مفتخدينك في هذا الي القرى وأ Berlin جعلنا بألف سلامة وألف مليون سلامة عليك غيابك طوال بس إن شاء الله هترجع واتبعه من الأول ألف سلامة عليه وربنا يرجعه بسلامة وهو مدافع كويس جدا والأهلي محتاجوا جدا الفترة دي بصراحة انت ما أقول للنادي ده حاجة جميلة ليه مدافع طبعا قوي جدا بيندمج مع الفريق كويس عامل ارتباط كويس ما بينه وما بين خط الدفاع كاملين يا قد العرضية وقتيرة فرصة هدف هدف أول مش ممكن ساعد الدير السمير أقول له إن شاء الله ترجع بالسلامة ونتعشم كده أداء أحسن ورجولة إن شاء الله كما تعودنا منه بإذن الله أقول له إن شاء الله تساعد ربنا يشفيك أنت من أحسن المدافعين في مصر والناس كلها بتحبك وكفاية الخير اللي انت بتعمله مع الناس كتير والناس كتيرك بتحبك كوي فأنا يعني نتمنى لك الشفاعة بسرعة وترجع عشان ناد الأهلي محتاجك الفترة الجاية وتوت أفريكا محتاجك الدورة محتاجك فأنت مستردامكات اللي لازم ترجع عشان تلعب منتخب مصر أقول له إن شاء الله تساعد وحشتنا ومستنينك في الملعب لأنه إنت فعلا بتفرق معنا في الملعب كتير أقول له شد حيلك عشان إحنا عايزينك في المتشاط الجاية أقول له ألف 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 سلام عليك وإن شاء الله كده ترجع بأقوى من الأول وكده كده لي سبت في الملعب إن شاء الله كده يرجع ألف السلام إن شاء الله دار باركنية وعلى التنفيذ مؤمن زكريا لعبها القصيرة خدتان صبر رحيل لمؤمن مؤمن يلعب العرضية والهدف الثاني والهدف الثاني سعد سمير الأول بقول له الحمد لله على سلامتك يعني الأهلي دفاع خط الدفاع يعني ما يحتاج لك الفترة دي عشان الإصابات الكتيرة محتاجين روح سعد سمير ثاني في الملعب محتاجين أبناء النادي يعني ابن النادي اللي فعلاً بيجي وبيجمع اللعيبة الجيل اللي كان موجود ده كله سعد سمير حسين السيد عمر جمال اللعيبة دي كلها كانت طالع مع بعض لا الأهلي محتاج لها الفترة دي بصراحة يعني محتاجين الروح دي ترجع تاني ربنا يوفقك ويبعد عنك الإصابة وأنت لاعب مجتهد ولاعب يعني رمانك ميزان في دفاع الأهلي وربنا يكرمه إن شاء الله رجعنا مع حضراتكم وسعد بنوارنا إيه حتنامو اللي هو حتنامو حسيني إنه رأي حتنامو لا طيب سعد كنا بنتكلم حتى كابتن محمد يوسف كان بيتكلم على الدعابات وأنت دمك خفيف والجماهير عارف إنك دمك خفيف لكن طبعاً بتعمل فرق ما بين طبعاً أدائك في الملعب وبرة الملعب ويمكن الفيديو الشهير اللي قاله كابتن محمد يوسف إنك مع فرطو كنت عامل دور الإعلام يعني عامل تقريباً كنت عامل الانترفيو هو هتعمل دلوقتي دور الموزيع وهتعمل دلوقتي آآ آآ يعني هو مطلوب بيبقى في المعسكرات طويلة كابتن هاني أنا عارف هتها تقول لي هتها تقول لي مضغطين شوية بيبقى التمرينتين معا فبتحاول بالليل بنلعب حاجة بنعمل حاجة بنفك شوية بنقعد نهزر كده ف طب تعالى نهزر قالت مين بقى؟ قالت مين؟ لا لا مقلتش والله خالص ده عملت دول موزيع نهزر أنا وهو كده حاجة كده زمان ده كلام ده من عشر سنين يعني أقول لك كنا من الدوري الخمسة وتلاتين كان دي في احتفالية بالدوري الخمسة وتلاتين فحتى كابتن حسام هو كان ادانا المساعد تعرف كابتن حسام أنا عارف فقال ما فيش مشكلة يعني إفراب يعني في البيت الكبير تفضل واحنا ضيوف عندك اقدم يعني انت اكتشفني كده انت يلا يلا خلي اركز الكاميرا معها فيين كاميرتك اه اركز مع الكاميرا دي اتفضل اقدمك ان انت ضيوف يعني انت انت اه ماشي مفيش مشكلة بس لو كويس خدني معك باشا اغني معك بعد كده انت اللي هتاخدني معك باشا هاول مع الكاميرا دي تماما ماشي اتفضل هقدمك انت ما الاول كلعب كورة طبعا وكابتن منتخب مصر البرنامج بتاعك اتفضل اعزائي مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان اه النهاردة حلقة جديدة من البيت الكبير ضفنا النهاردة نجمع من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر من الناس اللي شرفت منتخب مصر وشرفت اسمه مصر في مسيرته الاحترافية ومن الناس اللي قدت مسيرة احترافية تشرف اي حد لعب عدد كبير جدا مباريات مع المنتخب الوطني ولعب عدد كبير جدا من المباريات في مسيرته الاحترافية في اكبر الاندية في اوروبا كان سفير للكورة المصرية في اوروبا وكان سفير في عطاءاته وانجازاته مع منتخب مصر ابن النادي الاهلي اللي ابتدى في النادي الاهلي وكان مع الجيل العظيم اللي شرفنا في كاس عالم 90 في ايطاليا كابتن هاني رمزي اهلا وسهلا لك السهل الخير ربنا خليك طبعا بشكرك بشكرك على طبعا المقدمة الجميلة ديت ويعني شرفنا يكون موجود معاك في انفع بالبرنامج لا احنا ما خلصناش اه موجود معاك في البيت الكبير ويعني سعيد بحكون موجود معاك يا كابتن سعيد ربنا خليك كابتن هاني منور وطبعا معنا الاستاذة الاعلامية سيهام صالح بنرحب بها طبعا ومنورانا نخوف تقول سامحزا كابتن يوسف لا الله يخليك انت بعد ان شاء الله يعني لسه المشهور طويل قدامك في كورة القدم الاتجاه فين في التدريب ولا في الاعلام ممكن تفكر في ايه والله ما يعني بيبقى صعب الوحد هو بيلعب بيفكر في حاجة بي بس اكيد يعني بتفكر ان انت هتأمن مستقبلك يعني شايف الاتجاه الاكتر ايه ظهور الاعلامي ولا لا في التدريب زي بقيت اللعيبة كالعادة على حسن بقى الحاجة اللي الواحدة هيبقى متميز فيها يعني عنده موهبة فيها هيقدر انه يحققها لو فيه انها الاعلامات تبقى كويس وتقدر تقدم حاجة كويسة ومختلفة وعندك قبول عند الناس تقدر تقدم لو فيه التدريب عايز يعني على الحسب يعني ساعتها يعني بيبقى في اخر السنة سنتين بتبتد انت تكرر تعمل ايه ممكن انا اقول لك انا شايف ايه اقول لك انا شايف ايه يعني ان شاء الله بعد عشر ا 15 سنة انا شايف انا شايف الشخصية ديت هيبقى مدرب مدرب اه انا شايف ان ساعد اه الشخصية اللي انا شايفها قدامه والكلام اللي قاله اه وحبه للملعب ده بيبقى بيبقى رايح اكتر كابتان هاي بقى له كتير ما بقى لنا كتير ما تقبلناش فهو ما انا فهم اه طبعا اه ما لي فترة مبيرة ما اقبلتوش لكن انا كمان ساعد عرفه طبعا من فترة من عشر سنين او اكتر كمان في الاولمبياد من عام 2012 كان موجود معايا الفرق الشخصية واضح جدا النطب للأفضل طبعا اكيد والكلام اللي بيقوله انا حاسس يعني ده احساسي انه ممكن جدا يرتبط بالملعب اكتر لانه عنده خبرات كبيرة جدا وواضح من حاجتين الحاجة الاولانية انه هو الولاد الصغيرين اللي بيطلعوا مهتم بيهم جدا عنده الحتة دي كويسة قلبوا عليهم يعني اه الحتة دي كويسة فممكن جدا يبقى مدرب كويس انا شايف ان شاء الله يعني ان شاء الله وجهة نظري بس في عقد مستنيه برا يعني بعد عشرة خمستاشر سنة ان شاء الله في عقد مستنيك اهب محضره لك اهب الخطيب هنا بيقولك كده اه يعني ان شاء الله محجوز يعني اذن الله نجحت في الاختبار يا سعد الكابتن الكبير النجم الكبير بيومي فؤد على التليفون ازيك يا كابتن اهلا وسهلا اهلا اهلا يا استاذنا ازيك اهلا يا حبيبك وحشني جدا والله وانت كبه انا يا حبيب والله العظيم وحشني جدا وسعداء دايما لما بنشوفك ونسمع صوتك في بيتك في البيت الكبير طلب يا كابتن يا فنان يا كبير يعني احنا دلوقتي بنقول ان كابتن سمير مستني عقد يعني كابتن سعد مستني عقد في الاعلام انت شايفوا ايه بقى ممثل مزيع شايفوا ايه هو بس استاذنكم سعد سمير كم معايا ومشارب عطير ونس يدفع حبيب عن بيومي حبيب والسعود احمد فتح قال لي يا حاسب طيكنت فعلا معاشم People علاق وكان عايزين عندك حبيب يا حبيب طيما طيما يا استاذنق وقول والله اكبر عليه عايزين نجيلك بتامي الكب ده حلوي بيقوله عايزين نجيلك ينهر ابيان دهان اه مستائزة قورون وملاظي شايفوا فين برده امستود واقسم بالله اممتل بستوديو. ينفع كوميديان شاطر جدا. اه. تمام. وهو هو كمان كباك يعني حسس على قد ما هو كباك شاطر جدا. حسس انه بيدحك كل العيبته. يعني من النوع اللطيف جدا. حتى لو دخلتنا جوني باحنا بنطب وبنخبى الدماغنا في حيض. وحسس في التنساب على وش يساعد كده. انا مش للده. انا اعوض التتامة التتامة هو هو اللعيب لعيب لطيف. لعيب ضريف جدا. بياخد مسألة ببساطة. تمام. وانا مطمن لو يبقى ساعده وربيعة مع بعض. وياسر وكلام وبعض. فربنا اشفيها رب ورجعهم كلهم بالسلام. ومعقوب يتولي. تمام. لاننا محتاجين الصف ودول كلهم يرجعوا بالسلام يا رب ان شاء الله. صحيح. ان شاء الله يرجعوا. زي ما انت كنت موجود معانا وعارف بالزبط احلام احلام النادي الاهلي خلاص الدورة ان شاء الله محسوم. لكن كلنا مستنيين البطولة الافريقية. مباركة قبل النهائي والنهائي. ويمكن ساعد للاسف مش هيشارك. لسه كان بيقول لي ان هو مش هيشارك لانه مش يعني مش مقيد افريقيا. لكن طالما مش مقيد في القايمة المحلية ما يقدرش يلعب. لكن اه ايوالي. نفسه ان شاء الله لبداية الموسم اللي جاي. لكن كلنا ثقة في الناس الموجودة ان شاء الله تكون على قد المسئولية ونرفع التسعة ان شاء الله بازن الله. ده والله. اه ده اللي ابن النادي بجد يا جماعة. والله حقص محترب قوي وحكالي أول ما قالوله هد ما عالش أن أيد فلان عشان ظروفه صدك والكلام ده قال طبعا تمام فده ابن النادي بجد وربنا يكرمه بقدر ما بيسعدونا اللعبة دي بتسعيدنا جدا وربنا يكرمهم بإذن الله بقدر ما بيسعدونا يعني أنا اللهم لك الحمد والشكر لو كنت سبب ولو غير مباشر لإسعاد الناس أني بنحقهم مثلا أو في تمثيله كلام ده فكل عبت بلاد الأهل ياما أسعدونا وأسعدونا تاني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أكيد زي ما أنت كمان بتسعدنا على الشاشة بأدائك الفني وقال الله العظيم يعني كمان فقورين أن فنان زيك هو ينتمي للقلع الحمراء وأهلاوي من الدم كده زي ما بنقول طبعا دي الشرف رب أنا خليك بس ما تنسناش بقى المرة اللي جاية حتف عنا حتف عتمن العصير المرتين اللي جي فيهم كبدة والسجوء ما كلتش منه ما كلناش منه إزاي؟ والله إلا أشوف إيها بالخطيب ده لا يعني بص ظلمنا جدا في الموضوع ده أنا بقولك لا يا فاهم لا 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 خلاصي بقى فيه درطار للبيت الكبير لازم وبعدين عايزين بقى سعد ممكن يشاركك في الموضوع ده بيقوله وهو في البزنس دماغه حلوة قوي برده الشاركو إيه ده جاب لي عصير حمضان إيه؟ جاب لي عصير حمضان ورجعناه بيخبط قال لي إيه؟ بيخبط بيخبط في العصير بيقولك جاب لينا عصير حمضان ورجعناه مش حمضاء هاشتمك يا سعد مش حمضاء انت البطيخ البطيخ عافية شوية المنجة لما طلعت والكلاب ده فطلع البطيخ هو كمان طلب يا سلام على العصير اللي طلبه سخيف طلب إيه؟ أقنعه بلمون وبموز وكلام مش شربت الموز يا حبيبي كان نعجبك؟ لا كان جميل بعد كده هعدلنا الموضوع هجيلي بره بإذن بقول لانت عشب على العديدة كده بإذن الله إن شاء الله بإذن العنبي إن شاء الله نورتنا وشرفتنا بلا بارك فيك نورتنا يا فنان علاقتك ايه من جمل فن يا سعد؟ والله مش يعني ما فيش ناس كتير يعني والله؟ مع إن اللي ما يعرفكش كويس يعني يقوم بنته لا ليه زمال تانيين لهم علاقة أكتر من الكتير كتير آه بس أنت برضو عشان ترعتين كيف أعلانات مسلت برا؟ ولا مسلت؟ بس أنت عندك يعني الحتة دي؟ خالص والله ولا في دماغي ولا بس هو بعد الناس بتربط عشان عملت أعلانات كتير وبتاع وبعدين الناس لما بيكون فيه اعتقاد بيدوم الناس ما بتغيرش اعتقاداتها بسهولة يعني أو الانطباع معين لا والانطباع كمان جاي من أنت بتعرف تقلد كويس بتعرف هوا ما تكسفتش لما قلنا لك يعمل دور موزيع ما تكسفتش ما حسيتش أن انت عندك القفلة دي فممكن يكون عندك استعداد في الموضوع ده لما سألت الكهرباء اللي أنا همثل طبعا فأنت ما عندكش خالص النقطة دي ما تفكرش فيها أصلا لا أنت طول ما أنت بتلعب في الكورة وفي النادي الأهلي بيبقى مركز في الكورة مركز في الكورة ومركز في الكورة بعد ما بتبطل بقى كورة تشوف أي حاجة دايما يعني كان كابتن حسن حمدي يقول لنا وكابتن الخطيب لما كان هما مسكين النادي طول ما أنت بتلعب كورة إلعب كورة بس بعد ما تبطل هتعرف تعمل كل اللي أنت عايزه صح طول ما أنت بتلعب كورة تلعب كورة بس بعد ما تبطل أي حاجة عايز تعملها سهل تعملها بقى يعني ساعة دي كنت بيتكلمني على يمكن علاقتك بمحمد صلاح وقلت لي أن حتى في خلال إصابتك دلوقتي كنت على اتصال بمحمد صلاح ويمكن كان في بعض الاستشارات الطبية ما بين الأطباء هناك في ليبرفول يحكينا برضو علاقتك بصلاح وإزاي الفترة اللي فاتت يعني بتتابع المشوار العظيم اللي بعمله محمد صلاح وانت كنت زميله في الملعب شايفه ده إزاي وشايف كمان دور إن شاء الله محمد صلاح في المنتخب الفترة اللي جاي طبعا من خلال حضرة كابتن هاني وخلال البرنامج أنا بشكر محمد صلاح النجم الكبير طبعا والنجم العالمي بتاعنا على الفترة اللي فاتت لإني على طول على تواصل وعلى طول مساند وداعم وبتطمم كل شوية على الإصابة وطب محتاج حاجة طب في كذا أعرفه في كذا في الإصابة بتاعتك فبصراحة كان دايما الإصابات بيبقى لك معادن الناس ده صحيح يعني في ناس يعني ممكن أنا بقالي سابع شهور وشوية مصاب ما حدش ساعة اه ما حدش يعرف حدش يعرف عنك أي حاجة وناس انت صحابك جدا ورايبين منك وممكن الناس يبوا معاك في نفس الفريق بس ممكن الناس يعني فترات كبيرة جدا بس طبعا انت في المواقف دي لازم تتعود ان انت تبقى مش ما تزعلش بس خد الأمور ببساطة لان الدنيا بقت كده دلوقتي عموما الدنيا بقت كده الدنيا بتجري لازم تقف على رجلك وتركز في نفسك وان انت تبقى قوي جدا صحيح وان انت تقوم تاني وكل ده تحط طور دهارك بس لما بيكون واحد بحاجة محمد صلاح وبنجوميته وانشغلاته وماتشاته وواحد زي ما زي ما انا بقول يعني على عرش الكرة العالمية ده حقيق ده حقيق فطبعا على طول على تواصل وبيسأل وبيطمن وخصوصا زمائل المحترفين يعني الدنيا بالنسبة لهم على طول انا كلمت على صلاح هتروح كمان المتعلق جدا ترسجيه اه ترسجيه ترسجيه بالنسبة لأخوي يعني ترسجيه احنا عاعدين مع بعضها خمس سنين في شقة واحده وعشره لكن حجازي مسبنيش خالص طم كل شوية منيني لسه مكلمني مبارح المحمدي فالمجموعة كلها اللي هي اللي برا كوكا اه فعلى طول بيتطمنه وعلى طول طبعا احنا بقلنا مع بعض سنين لكن صلاح انا بقول لحضرك بشكره لانه نصقلي مع حد انتبع معاه ونشوف وبالتنسيق مع الجهاز الطبي في النادي الاهلي اللي بشكرهم برضو من خلال حضرتك الدكتور خالد وكل الاسطاف اللي موجودين الدكتور عبد مجيد والدكتور بدوي والدكتور محمد وفاقي كابتن محمد النجار والكابتن طرعب عزيز الناس تبزل مجهود كبير معنا ان احنا يجهزونا وان احنا رجع لأحسن مستوى فالحمد الله يعني ان شاء الله اللي وحدي يرجع الفترة اللي جاية صلاح طبعا بالنسباننا كمنتخب مصر النجم بتاعنا والعنصر المؤثر بتاعنا والمهم بتاعنا مع بقية المجموعة اللي موجودة لكن طبعا بحجم نجومية صلاحك الفنية والمعنوية النفسية وانا لما بيجي لعلب وأخد دور ابطال اوروبا واخد دور انجليزي وهداف الدور انجليزي وحضرك احترفت كابتن هاني وعارف ان كان حلم بالنسباننا احنا كنا لا احنا ما كناش نحلم اه اه لانا كنتراب حلم ان حد يروح اه بزرق فاحنا بنقول ده احنا عندنا الكابتن هاني رمزيا عندنا الكابتن احمد حسن عندنا الكابتن احمد حسن ميدو اه بترجع بقى اللعابة تطلع فبنقول اه كويس ان حد بيطلع هيحترف يعني. وصلاح بالنسبة لنا كمان انت حضرة كنت موجود معنا صلاح يعني زي ما قولوا ايه? احنا لما رحنا ماتش اا ما نروحنا في سويسرا. بازل. في بازل. لما لعبناهم وهو هيبتدي التعاقد معهم. فاحنا حاسنا هو تولد على قدينا في حيطة الاحتراف. ده عاية. ان احنا كنا مع بعض وسافرنا مع بعض. ده عاية. ده عاية. ولايبنا المنتخب لعبناهم ماتش ودي. وبعدين الفرحة في المعسكة هتكون الساعة هنا ان هو مضى. طبعا. وبعد الاولمبياد. فواحد مننا. عشنا اللحظة برضو. اه. واحد مننا انا معرفتي بيه وشخصيته لحد دلوقتي يا كابتن هيني نفس الشخص اللي احنا حافيه من عشر سنين من اتناشر سنة لما بنقابله لما بنكلمه لما بنطلب منه حاجة. انا بتكلم عن نفسي. انا في اي وقت بتكلمه بيكون متواجد ما بتخرش ما 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 فبدعيله ربنا يكرمه ويقدر خلينا نحلم كمان وكمان ودايما انا بقوله انت خليتنا نحلم احلام احنا ما كناش نحلم 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 المزلطة. الولاد الصغيرين كل واحد بيقول لك انا عايز احترف انا عايز ابقى زي صلاح انا عايز اروح فشجع الناس. وكلهم بصراحة خلي بالك اهلا. ترسجي برضو متقلق منتك وترسجي حتى بتكلمه وبيت اه هو حتى ما يعني ما خدش حتى اذن من النادي في قسم فيلا انه يعمل مداخلة قال لك لا لازم اه يعني هما ما سمعون. هو ترسجي بنسبالي. او كم الصغير احنا قاعدين مع بعض خمس سنين في شقة واحدة. اه يوميا بنتكلم في التمريم في في الدورة الانجليزية. طب هو يعمل ايه طب. طبعا اخ بالنسبة له ترسجي يعني ماشي في سكة صلاح. ماشي في نفس الطريق صلاح. اه. والفترة الفترة كابتنان انت عارف الدغوب بتبقى عليك كبيرة. ما تبقى في اوروبا. طبعا. وما فيش عرض كويس. ما فيش نادي كبير. بس عايز انا اقشق في دي بس يعني انت ترسجي انت عشرته خمس سنين. انا كنت بتكلم ان ترسجي كان ممكن جدا الخطوة دي تبقى بدر شوية. اه. يعني في انا في اعتقادي تلات اربع سنين ضعوا من ترسجي. اه في النقل ديت لو لو والا اربع سنين دول يعني لو راح البريميال ليج من اربع سنين كان هتفرق معاه اكتر من كده شوية. لكن هو لعيب مميز وعمل مجهود. اه. انت ما كنتش بتكلم معاه. انا كنت بتكلم معاه. لا روح. ويقول لي اصل جايلي من تركيا. اقول لأ شوف حاجة اطلع ايطاليا. وكان فعلا. كان في حاجة في ايطاليا. كان فيه قبل الانترا كان فيه نادي تاني. مش راكر اسمه. اه كان فيه نادي تاني عايزه في ايطاليا. وبعدين اه حصل كان خلاص اتفق المدرب اللي عايزه واللي عاد اتفق معاه ميشي. ميشي. فهو تخوف من الخطوة دي. ان برضو لما بكون جاي على مدرب يعني انا كنت اه اه تبعت حضرتك مع كان اوترو هاجل. اه اه. فطبعا لما يكون مدرب معك اجنابي وبصك فيك. وعارف امكانياتك. اه. فهو كان المدرب اللي عايزه ميشي. مه. فهو اضطر ان هو يأجل الخطوة. جاله موضوع تركيا. تركيا يعني هو كان بيفكر انه سوق برضو الاوروبا كويس. وعينهم عليه. وهو طبعا زي حضرتك قلت اتاخر شوية سنتين تلاتة. لو كان موجود في انجلترا من بدري كان هيفرق دلوقتي كتير. لكن برضو هو سنه مش كبير. لسه سوية اربعة وعشرين سنة تقريبا خمسة وعشرين حاجة زي كده. والسنة عملها بشكل شكل رائع كفيد. اه هو اععد وما عطاك هو اللي اعاد. انا بكلمه في نقطة كابتن هني توفيقه ربنا خدمه في حاجة. انه ترزيجيجا بسته اهداف. الميزة انه ترزيجيججا بسته اهداف دول في اخر الموسم. فانت انتخيل لو ترزيجيجا بسته اهداف دول في اول الموسم. وطول الموسم الامور عادية. لكن يا ربنا كانوا بالاهداف في ещё الموسم. وابتدى هو يندمج اكتر. وابتدى اداءه يتطور اكتر. ففنش الموسم بشكل كويس. ودايما انا بقول دايما النهايات هي الاهم. يعني اهم حاجة دلوقتي احنا في نهاية موسم برضو دي كاحنة كفرقة او كلاعبة في النادي الاهلي. النهايات هي الاهم. حتى شفتك بذات الموسم كان في ايه. صحيح. لكن النهاية كسبت الدور بدا كويس. كسبت ان شاء الله بطولة افريقيا. فنشت الموسم بتاعك على اجمل ما يكون. فالاهم النهايات. اللي فات خلاص. اتعمل وخلاص يعني. فاترزجين ان شاء الله بازن الله يكمل المسيرة وهو الموسم اللي كان ان شاء الله هيبقى عنده فرص اكتر في اللعب. يبقى عنده آآ يعني اريحية ان هو بيلعب هو مرتاح لانه ان شاء الله يحط رجل في الفرقة. وبازن الله الهدف ان شاء الله يعمل موسم كويس بحيس ان هو يبقى في الفرق الكبير في اروب. ان شاء الله كل التوفيق واحجازه والناس. طبعا السندي صعد مع فرقته طبعا حاجة محترمة وحاجة مشرفة. واللي حجازه عمله برضو واحد مر بقصابتين آآ صعبين جدا ورجع ويف على رجله. وصعد مع فرقته وصبر. ان هو في الدول الانجليزي وصبر. مم. فان شاء الله ربنا يكرمه. حجازه دايما انا بقولي اللعيب الوحيد ان شاء الله يعني كان نفسنا يبقى موجود معنا في الاهلي. لكن من اللعيبة اللي هي القليلة لو جات الاهلي تفرق معنا ان شاء الله بإذن الله. بس يعني ربنا يكمله وبقى يكريمه في مسيرة والاحترفية ان شاء الله. بإذن لسه قدام مشوار. احنا هنطلع لفاصل قصير جدا. وبعد الفاصل لسه الصهرة ممتدة بعد الساعة واحدة. في البيت الكريم. انا ملاحز النهاردة الفاصل وليلة يا كابتن. ليه? مش قولي. فاصل وليلة عشان معنا نجم. الله خلينا. يعني ما نقداش نطلع فاصل والنجم زاعد ما موجود معنا. الحمدر. بعد اذن الكابتن. اتفضل يا كابتن. نطلع فاصل. نطلع فاصل. فاصل ونرجع مع حضراتكم. طب طلعنا انت. ها? فاصل ونرجع لحضراتكم في البيت. اهد العرضية وقتيرة فرصة هدف. هدف اول مش ممكن ساعة تتدير سمير. رجعنا مع حضراتكم مع النجم ساعد واه اهداف. احراس ده اهداف كتير لكن انت انت حتى بتقول لي سبحان الله. اه. كل اللي جوان اللي جبتها بتبقى بتلاتة بونت. يعني هي واجون ما اكسب. معظم مع يبقى يبقى مسلا ماتش صفر صفر فاجيب جون نكسب الماتش او واحد واحد او مسلا الماتش مع اقرب وواحد صفر ومسلا مضغطينه بتاعه فربنا يكرم بواحدة بجون فيبقى بتلاتة بونت. فيبقى توفيق من ربنا يعني. توفيق ويبقى ليها ليها طعم تاني. طعم تاني. ان انت كمدافعة بتزفر. حتى انا جات فترة قلت للكابتن ساعد عمل لنا بقى المدافعين مكافئات كده اللي يجيب جواني. اه. لقيت نفس عمال اجيب فقلت له اللي يجيب جواني بقى لهم مكافئة يعني وكد. اه. فقالي لما نعمل للمدافعين ما المهاجمين نعمل لهم ايه. كابتن ساعد انت من اوائل النجوم اه اللي خطت تجربة الاعارة. ويمكن تقلقت لما رحت المقاولين. وانا صغير اه. اه. وبعدين رجعت تاني للاهلي. كلمني عن الفترة دي. وازاي انت استفدت منها. وفت بيها الاهلي ازاي. اه. طبعا انا كنت صغير في وكنا راحين على اولمبياد لندن. فقابل اولمبياد الفرصة بتبقى في النادي الاهلي صعبة شوية. فكان الموسم ده كان موسم 2011. اه. طلبت معا من الكابتن هادي خشبة كان موجود. اه. كان هو المسؤول. هو كابتن سعد عب عفيز. انا اخرج ستة شهور كنا في يناير. اخرج ستة شهور اعارة العب واخد خبراته. بعدين مداخلين على اولمبياد. ففرصيت لو انا بلعب تبقى افضل. فهم كانوا رفضين تماما يعني. لأ انت عقد وانت موجود واحنا محتاجينك. رفضين. اه. اه. كانوا رفضين. فا. يعني برضو اتكلمت مع الكابتن هادي نفسها لعب ونفسها بموجود. عشان حتى المنتخب الالومبيا عندنا بطولة مهمة. اه. دي بحلم لاي لعيب الالومبياد. اه. بحلم لاي لعيب ان احنا نصعد وان احنا نبقى متواجدين. فا. وفقه. اه. وكان فيجا عروض كتير بصراحة. فاخترت نادي المقاولين. نادي المقاولين من الانديال الهيلة. الانديال المحترمة. عندهم ادارات محترمة. وعندهم من الانديال الاليلة في مصر عندهم كل حاجة. عندهم استاد. عندهم ملعب تدريب. اه. عندهم مستشفى. عندهم مطاعم فندق خاص باللعيبة. فطبعا اه. يعني نادي المقاولين نادي اه. الانديال الواحد بيحبها. اه. يعني فيها اندية زي المقاولين زي امبي. فيه اندية كده لها اه. طبعة خاص كده يعني. هيكل كده. اه. الانديال الواحد بيحبوهم يعني وبتمنى لهم التوفيق. فربنا كرمني. اه. روحت الخمستاشر ماتش اللي بقين في دور التاني لعبتهم. عملتهم هاي اللي عملتهم كويس جدا. والكابتن حسن شحاتة كان اخر معسكر لي. كان اكلموني وقالي لي ان انا هنضم. في الفترة اللي هي قبل ما الكابتن حسن شحاتة يمشي. وخن يعني الحمد لله الامور بقى كانت اه ماشية بشكل كويس. ورجعت النادي الاهلي لدرجة ساعتها ان انا الفترة دي كان كل ماتش يحللولي منشطات. ما عرفش ريك. يحللولة. كان فيه منشطات الموسم ده في الدورة. اه. فكان بعده كل ماتش يجي حز في القرعة. يجي حز في القرعة. اه. وعاد تحلل كل ماتش طبعا احنا لما بنحلل منشطات بنحتاج نشرب مياه كتير عشان التحليل. فطبعا بيبقى موضوع مرهق جدا. فكان موسم بالنسبة لي. بس الحمد لله ما يكشف في حاجة يعني طب. اه ما فيش حاجة. طب انت لما نهاردة. لنهاردة بقى اي لاعب بتتكلم معاه. او بياخد رأيك في موضوع الاعارة ست شهور او كزا. انت بتنصحه بايه يعني? ايه الكلام اللي بيجي. هي الاعارة مهمة جدا. اه. للعيبة الصغارة بالزات. وخصوصا لو في عدم يعني عدم وجود فرصة في مكانه. تمام. وكل اللعيبة اللي هي موجودة دلوقتي فيه منهم خرجوا كتير اعارات. وفيه منهم اللي موجودين وهيرجعوا. فهي مهمة بياخد فرصة كويسة في اللقب. المدير الفني بيبص عليه بشكل آآ يعني بشكل كويس لان هو قدام وفي ماتشاط مهمة وماتشاط رسمية. اكيد. مش ماتش ودي. اه. وفي نفس الوقت اه انت بدل ما تعطي برقم اربعة رقم خمسة خد فرصة كويسة وانت اسمك مرتبط باسم النادي الاهلي. هل شايف انه مهمة في التوقيت ده انه ان فعلا خلاص يعني ملف الاعارة طبعا فايلر حاطت عينيها ليه بشكل كبير بس النهاردة علشان يعني خلاص نعمل يعني عودتهم مرة تانية للنادي الاهلي هل مهمة في الفترة دي? انت شايف ان آآ مهمة جدا ان يرجعوا في الفترة دي? هو بيبقى على حسب احتياجات الفريق. آآ رقم واحد. على والناحية التانية على حسب فرصة اللعبة بتاعة اللعب. اللعب اللي هتيرجع فرصة اللعبة هو تبقى قليلة. آآ. فيفضل ان هو يكمل احسن. يعني لو انا عندي واحد واتنين وثلاثة واربعة في المكان ده في النادي. آآ. لو هجيب واحد دي صريان هتدفر ايته. ايه. في الجونة. فلعب مهم جدا ولاعب كويس جدا. ما يربرش يسيبه. بيبتدي بقى المدير الفني يركز مع اكرم توفيق. عامل آآ من افضل. عامل يعني من اللعبة اللي بعد البطولة المنتخب الاولمبي. ايه. من اكتر اللعبة او يعتبر هو اللي سابت على مستوىه بيقدى بشكل كويس جدا مع الجونة. هو بشارك مستمر طبعا. آآ. وبرضو على مستوى الاجنحة فيه عمار حمدي بيقدى بشكل كويس مع طلاق الجيش. آآ. برضو لعيب مهم. وفيه وفيه لعيبة كتير ومحمد شريف يقدي وفيه عندنا ناصر ماهر صلاح محسن احمد حمدي. آآ. فيه لعيبة كتير آآ موجودة وبتقدى بشكل كويس. احمد حمدي طبعا بيا. لكن عندنا ناس كتير محمود الجزار مدافع آآ كويس جدا. ترايق فيها آآ. والله كنت انا شايف هو ومحمد عبد المنعم. آآ. اللي اتنين دول آآ. كويسين. يعني. افضل الموجودين في. يعني انا شايف النادي الاهلي. آآ طبعا كل المسؤولين زي كابتن امير توفيه عن التعقدات او الادارة بها اللي لها الرؤية. لكن انا بتكلم على مستوى اللعيبة. كنت كل سنة ممكن تقدر تقول في الدوري فيه اتنين تلاتة لعيبة دول مهمين. على الفرق التانية. او اللعيب مميز ممكن تجيبه. بقى ان سنتين تلاتة مش 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 موجود الاحساس ده. يعني كنت ممكن تقول مسلا الكابتن انا رمز على المدير الفني. لا ده فيه لعيب في النادي الفلاني. آآ انا فهم. مميز جدا. فيه لعيب بيلمع قوي لدرجة خلاص. آآ. ده ممكن شخصية النادي الاهلي. ده ده دلوقتي يعني قليل اولي اللي انت بتقول الفلان ده مميز او او هيجي يفرق مع النادي الاهلي. او. مزبوط. احسن من اللي عندك. مزبوط. لو بكارن كاف دفندر اكرم توفيق بالنسبة لخارج النادي الاهلي. وفانت انا بشوف المعارين بالنسبة لنا هيبقى وضافة قوية جدا. فعندك محمد عبد المنم ده سردبك كويس جدا. الجزار ماشي كويس جدا مع الجونة. آآ لو هنحتاج حد منهم يعني. طيب. يعني اعيزة تفضل. لا تفضل. لا انا عندي سؤال آآ خارج بقى الحتة الفنية خالص بنتكلم دور دور اللاعب الكرة على المستوى الاجتماعي. انت يعني بتقوم بدور اعتقد دور هايل يعني كتير جدا في مستشفى آآ 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 بيكون متواجد. بتزورها كتير. آآ بتساعد حتى على الشكل الشكل الناس اللي المحتاجة مساعدة بتزهر دور النجم خلينا نتكلم ما بين قصين مش لازم يكون لعيب كرة في خدمة المنتخب او ناس تحس ان هو لع الرجل ده بيعمل حاجة للمجتمع بتاعه. ده شايف ده دور ممكن يتقال نالعبة الكرة معظمها بتقومش بك؟ بكل امانة يعني. هو هو يعني برضو هرجع لك كابتن هاني لنقطة اللعيفة كبيرة برضو. اللي احنا برضو مشينا وراهم في الحتة دي. يعني اه هم كانوا بيوجهوك برضو. اوكي. في مكان فلاني هنحتاج ان احنا نروحه. في كزا في كزا في كزا. زائد طبعا التربية في الموضوع ده مهم يعني. التربية. يعني هي بتبقى على حسب برضو انت في البيت اهلك معاودينك على ايه? مربينك على ايه? الموضوع ما لهش علاقة بغنى او فقر قد ما له علاقة بتربية. ان انت بتبقى حاسس بال يعني احنا كلنا طبقات متوسطة وطلعنا في طبقات كده. بزبط. ومرنا بالظروف دي. وانت حضرتك عارف ان معزم لعيبت الكورة حالتهم المادية او بداياتهم. اصر كلها بسيطة جدا. ده حيئ. وبعد كده بيبتدي لعيب الكورة هو اللي بيقى مسؤول بقى عن صورته هو اللي بيكافح هو اللي بيمشي في المشهور. لكن انا بشوف هو ده واجب واجب طبيعي ناحية. اي حد مش شرط يكون لعيب كورا. الدور المجتمع يشارك فيه. لان بعد ربنا ان ربنا له فضل عليك. الناس ليها فضل عليك برضو. الناس اللي بتسندك اللي بتدعمك. جمهورك. فده مهم جدا. ممكن موضوع المستشفى بروح كتير. انا كان ليه اخته وانا صغير. يعني اخته كانت صغيرة توفت بنفس المرض بالكنسر للاطفال. فانت بتبقى يعني حاسس بالمعانية. يعني. بتحس بالناس اللي جواب. محتاجة. محتاجة حاجة. اه. بالفترة اللي هي كانت تعبانة فيها لحد ما توفد. فانت بتبقى شايف بقى الناس اللي حواليك. فطبيعا ان انت تبقى متواجد. يعني ودي مش محتاجة ان احنا. لأ خالص. اه خالص. اه خالص. يعني ليه رحت وزورته لحمصة مشجعة الاهلوي الجامد ده. لأ حمصة انا رحت من نفسي. بجد. اه. 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 وانا ما لحد كلمني ولا حد قال لي انا عرفت ان فيه مشجع للنادي الاهلي. اه. اه. حصل له حدثة هو راجع من المتش. اه. 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 وانا كنت مصاب حتى. اه. ما كنتش متواجد مع الفريق. اه. اه. فعرفت ان فيه مشجع. فكلمت اه واحد صاحبي قلت له اه. اه. انا عرفت اه كذا كذا كذا. فوصلني باخوه. وعرفت اسم المستشفى. اه. اه. كلمت واحد صاحبه طوله مش قدر سوق. انت ليه من نفسك عملت كده? والله انا حسيت ان انا المفروض اعمل كده مش. اه. اه. حتى هم ما استغربوا اهله واتفاجئوا ان انا موجود المستشفى يعني. اه. لان طبعا اصلي ده جاي شجع الفرقة وهو راجع القطر اه وقع والقطر اه حصل له عمليه ببتر. اه. اه. فيعني مش. كانت عملية خطيرة يعني. يعني ده واحد ضحق. مش يعني بعز حاجة عنده بصحته علشان خاطر كان بيشجع الفرقة وبيحب النادي والكلام ده كله. فانا مهما عملت له هتعمل له ايه? اه. يعني انت هتعوضوا بايه? هتروح له تزوره هت يعني هتوقف جنبه معنويا ان ده مش هيساوي اللي هو فقده. فالموضوع مش محتاج اه يعني مش هو مش واجب يتعامل. لا بالعكس. اه هو ده الطبيعة الولي تعمل. صحيح. فكلمت واحد صاحبي والطولة مش قادرة سوق اه. يعني تعال معي عشان هتسوق لحد اسكندرية. وروحنا ويومها اه. الوحى كان في فغاية السعادة العيلة والاهل وهو نفسه كان مبسوط بالزيارة. يعني الحمد لله يعني. ده ده مهم جدا السعدة ده اللي بقولك عليه ساعات الجماهير بتبقى انا متأكد مليون في المية ان زيارتك دي الفرحة والسعادة اللي دخلتها على العيلة دي وعليه شخصيا وهو كمان بيفتكر اه ده ساعد سمير بالنادي الاهلي. انا منتمي لكيان عارف قيمة الجماهير. وعارف قيمة ان الناس اللي بتروح تتفرج دي لها قيمة يمكن قبل كمان اللعيبة. فلما يتيج الزيارة من اللعيب جوه النادي الاهلي. انت كمان بتربط هذا المشجع اكتر واكتر بالنادي. فدور ده كمان مهم جدا. غير طبعا الدور الانسان انت تكلمت عليه حد رايح وتقريبا بيضحي بحياته عشان يتفرج علي. فبالتالي اول ما يحصل حاجة اكيد لازم بتجمع. مهمة لحضرك بتقول لها كابتن هاني. ودي هتودينا النقطة. اه اه حموصة مسلا او الشباب زيه كتير. اه في ناس بتعشى النادي الاهلي عيش. عيش. دي حقيقة. ممكن يعملوا اي حاجة عشان خاطر النادي الاهلي. اه. فده شاب صغير عنده سبعتاشر تمنتاشر سنة رجله طاطعت. انا عايز اقول لك ممكن جيل كتير من اللي موجودين او زميلي محضرش الجمهور في المدرجات. محضرش جمهور النادي الاهلي في المدرجات. ويمكن السوشال ميديا الفترة اللي فاتت تغط على موضوع التشجيع. والناس بقيت تحس ان هي هو ده الجمهور الحقيقة والفعلي. لكن انا يعني انا بختلف في الموضوع ده خالص لان مش السوشال ميديا هو الجمهور الفعلي. طبع. جمهور النادي الاهلي حوالي ستين سبعين مليون. فانت لو جيت تشوف مسلا صفحات النادي الاهلي كلها. كلها. اللي يلا على السوشال ميديا عليها حوالي اتناشر مليون. فالفرق جبير. في ناس معاً ده السوشال ميديا. في ناس بتشجع النادي الاهلي. ما بيستخدمش السوشال ميديا. طبعا. طبعا. وزاد ان انت مش عارف. سوشال ميديا ده حقيقي. كلهم اهلوية او لا. وحقيقي ولا مش حقيقي. صحيح. فجمهور المدرج جمهور التالتة اشمال. جمهور الالتراس. الجمهور اللي هم الشباب اللي موجودين في المدرج اللي هم بيسافروا ورانا في كل حتة هو ده الجمهور الحقيقي. بطولة حموسة هي يا سعد. اه. خبيب. فهو ده الجمهور الحقيقي. اه. صحيح. هو ده الجمهور اللي بيلف ورعك. احنا مره جلنا واحد في مطش. واحد. في بطولة افريقيا بره. كان في دولة افريقية جلنا واحد. والله يا كابتن يعني مش كلام بس احنا كلعيبة احنا يعني قاعدين مكسوفين قبل المطش. نفسنا فرح الرجل اللي جالنا ده. طبعا انت بتبعاست فرح جمهور النادي اهلي كله. طبعا. واحد جالك. اه. وسافر. اه. وبتحصل مواقف تدحكك بقى مبدئيا. وفي نفس الوقت تخليك تتهزم جوه. يعني مرة. طبعا نخليك سوانية. نعرف المرة دي. واحد في الطيارة. استنى نعرفها بس عشان مهندس عادل القايب بقى له كتير على التليفون. اه. وكان التطور اللي شافوا البرنامج. شكرا. شكرا. واستقراره على هوية يعني واضحة جدا. اه. بهنيكو ببرك لوكو. ربنا خليك شرف موجود معنا النهاردة وكمان اكيد اه اول مسمات ان ساعد موجود فاكيد كان عندك حاجات تقولها لساعد سمير يا باشمانس. لا هو ساعد اصله اه يعني اه انا عصرته من اول مكان لسه في ليبيا وفكرة انه يجب يجي مصر ويجي عنادي الاهلي وبعدين تطور اه مراحله كلها. فانا نامس فيه انه الشخصية مسئولة. يعني تقدر. كده الموضوع يباني انه بيهزر كتير وبيضحك كتير لكن عنده مسئولية. ساعة الجد عنده مسئولية. مسئولية تجاه نفسه وتجاه نديه. اه اه مؤكد ان ساعد دلوقتي اه واللي زي هو اتنين تلاتة اللي بقاين من الكبار اعتقد ان المسئولية تجاه نساعد عليك. هم. وهو هو قد المسئولية ويمكن من زي انا الاحساس نفس احساس اللي وصل لحضرتك وصلني لان وساعد قال لان بقال كتير ما شفتش كابتن هاني. فيه ندوك في الشخصية واضح جدا. مش معنى كده ان هو كان بعيد. لكن كل مرحلة سنية بيمر بيها اللاعب. بتفرق مع المرحلة على تانية. هو حاسس بكده. فبدأ الندج كمان مسئوليته كواحد من الكبار الموجودين في النادي الاهلي. وشخصية كمان بان اللي هو لا قد ايه مرتبط بالكيان. وقد ايه. سعد عارف قيمة النادي الاهلي. ودايما بيتكلم على ابو تريكا كان بيقول. وبو تريكا كان بيعمل. وعمد متعب وآحمد فتحي. وكل دوت هو شارب بمعنى الكلمة شارب. وده بيبدأ كمان الولاد الصغيرين يبدأ يعلمهم التكلام ده. فده مهم جدا جدا يعني. الصفة التانية بقى اللي عنده. عنده اصرار. يعني هو كان في البداية مش متخال انه ان الفرص عجيله وانه حيقدر يلعب مكان الكابتن واقل جمعة. بتباعد اقول له. اللي مكانش. ما هزحرك عارة عشان نلعب. كنت بتباين انه حيبطل. يعني. كان بيقول لك كده يا باشمان ديس ها? كان هو نفسه بيقول لك. هو نفسه بيقول لك اه انا عايز انا هلعب على واقل جمعة سيبني اطلع عارة عشان نلعب يعني. اه اه لا كان يقول يا كابتن عقلي انا انا وبعدين انا فرصتي قلت له انت هتبقى الوريس الشرعي لوائل. ما تستعجلش. لان كان فيه سمات دي. نفس الاطرار. نفس ال. هو حاصل. نفس الجدية. اه بس ايه ممزوغ يا بقى على ايه? على على مرح. وعلى خلف الدم. بس عارف يوقفها امتى يعني. بس من ساعة ما بقى كابتن الفرقة يعني حتة الهزار دي قلت شوية. قلت كتير كمان. شخصية اه فيها يعني اه نضج كبير. يا سعر. اه. اه. اه انا انا يعني عايز اقوله لك. اه انت قلت كلمة اه اه قدت اللبس. واتكررت الكلمة دي فطر الفاتح كتير. اه. وكلنا كنا فاكرين قبل الكورونا كان بيتقاد ايه على النادي الاعلي ودي مزتوا في قدة اللبس المنضبطة. ودور اللعيبة الكبار. اه. يعني اعتقد ان عليكم مسئولية. اللعيبة الكبار دلوقتي. كابتن شناوي كابتن وليد. انت اه اه رامي اه يعني المجموعة اللي هي بقى عليها الدور بقى. تتحمل المسئولية دي وتنقلها لل. يعني احنا عايزين ننسى نفسنا لمدة شهر شهر ونص اتنين. اه. وما نركز الافحالة واحدة. انت قلت ازاي كنا بنفكر ان اه. اللازم نلعب. ولازم نكسب والله حنروح. البطولة العربية. اه. البطولة رجالة الاهل. الكبار اللي موجودين. اه. انك يعني تعيشوا كلكم الحالة دي مع بعض. ومع بقية الفريق. علشان الحقيقة حجم التوقع كبير جدا عند الجماعية. اه. انا طبعا اه. بشكر حضركة بشماندس على كلامك. وبأكد لحضرتك ان الصورة اللي حضرك بتقولها دي وصلة لنا كويس جدا. واصل المعظم اللعيبة. واه. احنا بنحاول نأكد و بنحاول ان احنا لو حصل سهو او لو حصل اه بعض التكاسل ان احنا بنفوق بعض. ان احنا بنكلم بعض وبنحس بعض ان اه. الفترة اللي جاها فترة مهمة جدا بالنسبة لنا. عندنا تحديات كتيرة زي ما حضرتك قلت. على كل المستويات. لكن دايما لعيبت النادي الاهلي. لما بكون رجالة ودعي هدنا بيهم. ولما يكون عندهم تحاول مسئولية واصرار. مما كانت الصعوبات اللي احنا بنواجهها ان شاء الله قدرين نحققها. وهو ده اللي احنا مركزين في الفترة اللي جاية ان احنا لازم كل لاعب في النادي الاهلي من اكبرنا الاصغرنا. يكون وصل له حجم المسئولية لموجودة الفترة اللي جاية. عندنا شهر ونص او شهرين مصريين بالنسبة لنا. ان احنا نوصل لهدفنا ونوصل لهدف اللي جمهور النادي الاهلي كله بيحلم به. فانا انا بني لحضرك الصورة ان ده بيتقالوا ان احنا على قد ما نقدر بنبقى حرصين جدا على الكلام ده وحرصين جدا ان احنا يعني على حتى لو كل لاعب لاعب بنتكلم في الكلام ده علشان خاطر النادي الاهلي كبير جدا وعظيم جدا ويستاهل اكتر من اللي بتعمله زيادة. يعني بإذن الله يعني انا انا ليه كنت عايزة تطمن الناس اه على النقطة دي لان كان الفترة اخرى هنا فيه شوات قلب. يعني الناس بتحاووا تصدر لنا صورة سلبية عن اللي موجود داخل النادي الاهلي. فالبركة فيكو وفي احساسكو بالمسئولية ومعليش يعني انا خدت البصار في اتجاه شوية كده. بالعكس. لا بالعكس ده هو ده الكلام اللي اكد عليه يمكن ساعد حتى في البداية. صحيح. اه يعني هو ده يمكن حضرتها في محرش. ترسلاني الحقيقة. اه. 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 يعني اعايز اطلوبها منه بشكل واضح. ام. وانا عارف انهم اداءوا ودود بإذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كل خط. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. شرفتنوا. وطبعا تاني يعني تأكيدا على كلام حضرتك الكلام دوات صعد سامير بيقولو وينقلو للناس وبيطمنها.انا متأكن ان جامير النادي الأهل يعرف الكلام ده سعد كويس لكن محتاجين كمان تأكيد ومحتاجين الوقت دايما أنت بتكلم أن الوقت الصعب بيتبان المعادن القوية خلي بالك لو ما فيش شوشرة وما فيش دوشة ممكن جدا الناس بتنسى واللعبة بتنسى وبيبقى الدنيا ماشية لكن ساعة الأزمة فعلا لازم أنت دور البشمهندس سعد وانت اللي ناسك قلتوا أن ده دور اللعبة الكبيرة اللي احنا تعلمناه من كباتنا دور ده إن شاء الله تقوم بيه بشكل كويس جدا على المستوى إن شاء الله بمستوى بطولة الدوري محسوم بإذن الله لكن الأهم طبعا البطولة الأفريقية إن شاء الله إن شاء الله كابتن وهو زي ما البشمهندس قال هو الناس قلقانة والناس الفترة اللي فاتت الشوشرة اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت حتى المشاكل اللي من عندنا احنا أصدفوا النقطة مهمة كابتن هاني احنا لازم نبقى صرحة مع الناس عشان الناس تبقى في مصداقية هو أكيد في لما بيحصل حاجة أكيد الناس كلها عارفة لما يحصل مشكلة أو بيحصل حاجة في يعني يبقى الموضوع واضح بشكل كبير والنادي الأهلي دايما واضح في تعاملاته حتى لو حصل مشكلة أو حصل أي حاجة فإحنا النادي الأهلي دايما يعني دايما إحنا بنقول إيه نار النادي الأهلي ولا جنة أي مكان تاني إحنا كلعيبة نار النادي الأهلي ولا جنة أي مكان تاني مهما حصل النادي الأهلي فارق عن أي مكان تاني فارق بشكل واضح على كل المستوات فدي دي حاجة واضحة لكن لما يكون عندي مشكلة طبيعي. اي مكان في العالم في مشاكل. اي اي نادي في العالم في مشاكل. اي نادي في العالم بيتعرض لبعض المنوشات. الماني حصلت هناك. الماني في ناس بتتخنق. حتى في قوض اللبس هناك في اوروبا بيبقى اخناء اخناء بس الامور على طول انزل شغلك خلاص. بس انت كأنا كلاعب قديم او كلاعب موجود في الفرقة كبير. اه انت لك دور اه ان انت تقوم به. وان انت لو في اي مشكلة او اي من عنصر من عناصر اللي عندك ان ان انت بتحاول تبعد ان انت بتحاول زي ما بيقولوا ايه. ان انت بتحاول مفيش مشكلة مما بتدراش بس مشكلة بتتعالج. مزبور. وطول عمرنا في النقدي الاهلي ممكن يحصل حاجات كتير لكن عمرنا محد يعرف ان ما حاجة. ودايما بنقفل على بعض. ودايما لعبته الكرة في بينهم شد وجذب وفيه 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 وفيه. لكن الاهم من كل ده ان انت تبع عارف حدودك كويس. وعارف انت بتلعب فين. مزبور. وعارف اسم المكان اللي انت بتلعب فيه. النادي الاهلي مختلف عن اي مكان تاني. وزي ما قلت حضرك في الاول. النادي الاهلي السوابت هو القواعد بتاعته معروفة الكبير والصغير. ولا حد اه زي ما انا قلتلك في الاول اه له فضل على النادي ولا حد اه يعني جمل للنادي حاجة. اللي انت بتديه رط بتاخد اربعة وعشرين. ده حي. كاسم وككيان وكموهبة. ومجرد ما بتلبس اتشارة النادي الاهلي. الدنيا حياتها كلها بتختلف. وبتتغير. حتى على مستوى دعم الجمهور. حياتها كلها بتتغير. انا وانت قاعدين هنا ليه? يعني انا رمزي قاعدين لنادي الاهلي. يعني انا موجود دلوقتي ليه? علشان انا واحد اللي اتربك نادي الاهلي. فانت كلاعب لازم تبع عارف مسئولياتك. قادر تتحمل المسئولات دي في المكان الكبير ده. اتحمل. مش قادر خلاص. زي ما انا قلت لحضرك. مش قادر. تبقى انت بتقول. لان انت في الاول في الاخر انت بتأثر على فرقة. وبتأثر على منظومة. لكن انت قادرين انت. انا انا متأكد انت قادرين على دوت. انا بتكلم ان انت فعلا. وخلي بالك طالما السكة كده هتلاقي. اي ان كان بيخرج عن النص. بتلاقي غصب عنه. دخل الصف. في حاجات بتبقى زي بيقولك. في ويبس كده. موجة جاية. وموجة غزبا عنه بيخش في الصف يعني. انت يا زم حضرك بتقولك اتنهاني الاهم حاجة للمجمعك كل عاملة ازاي. انت عندك لعيبة احسن لعيبة في مصر. موجودين في فرقة النادي الاحلي. لعيبة كلها في كل الاماكن. افضل لعيبة في مصر. النقطة التانية لعيبة كلها على مستوى السلوك والاخلاق. طبعا. يعني لعيبة كلها على مستوى الاحترام وعلى مستوى كل حاجة. احنا دلوقتي اه في كبات للفرقة موجودين. وفي نفس الوقت في لعيبة كبيرة زي ولد سليمان زي احمد فتحي. الناس دي موجودة في الفرقة مع الشناوي مع ايمان اشرف مع علي معلول مع السلية مع رامي مع محمد هاني مع حمدي فتحي. كل المجمع اللي موجودة باللعيبة الاجانب. فاللعيبة كلها آآ لأ عندك نمازج محترمة جدا. وعندك شخصيات رجالة جدا. وعندهم قدر كبير من تحاول المسئولية. وعندهم قدر كبير من الاسترار ان كل واحد عايز يعمل حاجة لنفسه. لان احنا بنتكلم الفاتر الفاتحة تخلي بالك. يعني آآ محدش كسب بطولة افريقيا من المجموع اللي موجودة الوليد سليمان. وفاتحي. وفاتحي وسعد سمير. ورامي ربيعة. فاربع لعيبة بس. فده حافظ ودافع ان ان ما ينفعش يبقى فيه اتنين او تلات لعيبة هم اللي كسب بطولة افريقيا. على المستوى على اسم النادي. فده الهدف بتاعنا. فاحنا آآ اللي سايد بيننا كلعبة الاحترام. والحب. وده يعني انا واحد بقالي كتير في النادي. وده وده واضح وملموس. لعمر حد احتاج بالعيب او حصل اي حاجة. اه. لو فيه مشاكلات بتحصل. ونقعد نهزل مع بعض في التمرين وبيحصل وي 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 وي. فده اللي سايد بيننا. فان شاء الله الفترة اللي جاية تبقى ان شاء الله نركز اكتر ونحاول ان احنا هدفنا نصر على اكتر ونوصل للهدف اللي احنا عايزين. ان شاء الله مهمة جدا من كابتن الفريق اللي ان شاء الله يعود قريب جدا جدا ويسعد جمهور جمهور النادي الاهلي. اللي هو الحقيقة يا شايل يعني همه على كتفه. الحقيقة. انت بتتكلم بالروح دي. انت ونصايحك او رسالك مش بتوجيها. بس اللعيبة زمايلك في الفرق انت بتوجيها كمان للناس. وبتوعدهم ان شاء الله يا رب يعني تكونوا عند حسنة ظنهم. بس قبل ما نختم بقى نستغل وجود حضرتك معانا يا كابتن ساعد. وانت ان شاء الله عليك يعني يعني اعلامي رائع ومحل الكرة واكيد رائع. واحنا دلوقتي هنعرض لك يعني لقطة ماتش الاهلي. هدف الاهلي لما لعبته مع. ايه? لقلقيت الناس كتير كده. ده بقى لك مستنائك عشان تتصور مع جانيك. طبعا. الماتش ده انا عايزك تحلق يعني تعلق لي على الهدف ده. ده ده الجن اللي انت عيطت فيه. اه. ده انا هتونا على. انا شاشة كبيرة دي يا جماعش مش شايفين من بعيد. ده هدف الكونفدرالية. كابتن عمد متعب في 2015. قولي اعيط زي يعني حسيت بايه. قولي خلاص هو كان ديه خلاص حاجة ما يصفر. هو الكل. عشان كده بقول لك كابتن الجمهور اللي في المعنى عم مختلف خالص عن اي جمهور تاني. هو ده هو ده جمهورك الاساسي. هو ده جمهورك الحقيقي. هو ده اللي تاخد منه الترمومتر بتاعك. فالناس تقول الاخر سيد ده عملتقول يا رب يا رب. اه كلمة يا رب دي هزت اللي استاد. طبعا. فلما جي الجون هو لو لو جون يرجع من الاول. اهو. الكرة دي كتهاجم علينا اصلا. رجع رجع شوية رجع شوية. الكرة دي كتهاجم علينا وبعدين اه. رجع رجع سيدنا عشان معنا دلوقتي المحلل رياضي كابتن سعد سمير يشرح لنا بالزبط الجون جيه ازاي? غير احساس هو انه عايت يعني. خلاص بي احنا خلصنا على الايات نتكلم في كرة. ماشي. فالكرة كتهاجم علينا وبعدين اتلعبت لعشور. عشور استلم وبصل لعبدالله قبل ده كله. عبدالله حط الوليد. مم. الوليد هو اللي رفع بيمينه كمان? وارد اللي رفع بيمينه. بس انت اول حاجة كابتن هاني شفت الفنت اللي وليد عمله الاول علشان خاطر يفد نفسه من من الرباك اللي كان مسكه. مم. وبعدين عبدالله حطله في مساحة. وليد بيرفع بيمينه. متعب في الجندة عمل حاجة كويسة قوي. مم. وليد بيرفع بيمينه. آآ متعب قال الجملة كويسة قوي. قال ان اللي بيرفع بيمينه صعب يودي كرة على البعيدة. عشان رجل العكسية. اه بالزبط يا دوبك هيطلعها. هيطلعها القريبة. مم. هو توقع ماد متعب في الجندة. طبعا ده من من عبقرية متعب انه هو كعدام. انه فكر كده. انه فكر كده. يعني لو ترجع كرة. رجعها شوية لو قادر رجع وليد سلمان بيرفع الكرة برجليل يمين. ايوة اسطوب ايوة. والحاجة التانية ده طويل جدا اللي قدام متعب. اه. فمتعب قال لي كل كرة في الماتش. الواد عمالي ياخد كل كرة طويل جدا. فمتعب قال لي انا هعمل فنت عليه. يعني بيقول لي انا بيتكلم بنشرة انه هيعمل فنت عليه بحيس ان ياخد خطوة ومتعب يسحب نفس وراه. ان كان نفس ان الكرة دي تعدي بس سردباك الاولين. يعني اتكلمت عالجول ده ساعد. يعني في. لا هو متعب عمالي الكلام عالسردباك. عالسردباك. ان السردباك طويل فان ياخده الاريب. كل كرة عالية. عالقريبة هو اخدها. هو اخدها. فهو كل همه ان وليد يعدي كرة بس من فوق السردباك الاولين. لو عدت من فويه خلاص بتعلم. لو عدت من فويه خلاص متعب قال جون. وفعلا متعب هو مركز ويف في الهواء. ان الكرة دي هتعدي. هو عمالي بيقول لي قبل ما كرة يجي لي بقول لي يا رب اتعدي. بس النقطة المهمة زي ما اقول لك ان هو عشان عارف ان هو وليد هيلعب بيمينه فعمر ما كرة بيمينه هتوصل. انا لو حد اشواء اللي هرفع بشمالي الكرة هوصل على الوري. فلا بص بص لو تركز فاكتن الوضع عمل جامب عالي جدا. جامب عاليه وعدت يا دوبك بايه? عدت منه. ووليد زي ما انا بقول لك رفع القريبة فعدت منه فمتعب طبعا. ومتعب عنده ميزة بيعملها على طول ما بيلفش الكرة بالدماغة. يعني الكرة لو جاء لهم الزاوية دي. بيجيبها في نفس الزاوية. ما بيلفش كده اه. في التمرين يعلمني كده. ما تلفش دماغتي. حتى لو بتاع في نفس الزاوية والكرة قلشت. هتبقى في الجون. فكان يوم طبعا. طب ده انت اعلامي. ماشي. ومحلل. مش هوا يا كابتنان يعني. انت عشان بس عايز تجاملني. لا حبيبي والله لا بجد حاجة محترمة جدا. هو معلق برضا. يعني حاجة محترمة جدا بس احنا عايزينك في الملعب. يعني كل ده جاي بعد كده. ان شاء الله. ده جاي بعد كده يعني. ان شاء الله. رسائلك كلها وصلت. وان شاء الله تكونوا عند الفرقة بتاعتنا. تكون عند حسن نظام الجمهور في الفترة اللي جاية بزيت. عندنا بطولة بطولة مهمة جدا. منتظر النادي الاهلي بازنك يا رب. انت شرفتنا النهاردة. وعلى غير العادة مستمرين بعد الواحدة صباحا. اه. فده احنا فرحانين بوجودك. يمكن الناس انت عندك صهرة تانية بعد ما نخلص البيت الكبير لان فيه يعني. فيه تصوير. نا. فيه تصوير بقى. اه. هي حلقة التصوير. انت سعد شرفتنا النهاردة جدا. جدا. في البيت الكبير. شرفتنا ونورتنا يا سعد بجد. وانا سعيد ان كنت معك. وان شاء الله نشوفك قريب جدا جدا في الملعب. ان شاء الله. انا كنت سعد موجود مع حضرتك. وسعيد ان كنت موجود معك. بيتيك في البيت واحد. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نهاية حلقتنا النهاردة في نهاية الأسبوع. إن شاء الله بداية الأسبوع الجديد. يوم الحد اللي جاي من عشر الواحدة في البيت الكبير.